يا مساء الخير ويأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة السادسة تبدأ مع حضراتكم والكلام على مرحلة برج العرب مرحلة مهمة جدا حاسمة جدا أربعة يام يقربونا بشكل كبير جدا من حسب لقب البطولة المواجهة الأولى مع الإسماعيلي بكرا إن شاء الله ثم مواجهة أخرى يوم السبت اللي جاي مع الاتحاد ست نقاط يقربوا النادي لأهلي بشكل كبير جدا من حسب لقب البطولة بدري بدري على كل أحوال بنتابع مع حضراتكم السعادات النادي الأهلي الأخيرة النهاردة هنروح لملعب مختار التتش ونشوف التفاصيل الخاصة باللمسات الأخيرة المستر كولر الفرقة مفترض إن شاء الله بعد التمرين النهاردة تسافر عشان تدخل فيه معسكر هيستمر على مدار الأيام الجاية لغاية لما إن شاء الله نخلص مبارات للتحاد وبعد كده الفرقة ترجع بالسلامة للقاهرة مرة تانية عشان تستقنف مشوار نهاردة مباراة مهمة جدا 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 لمنتخبنا الأوليمبي في بطولة إفريقيا في مواجهة غينيا مبارات الدور قبل النهائي اللي إن شاء الله بإذن الله في حالة فوز منتخب الوطني بيها يحسم تذكرة التأهل لأوليمبياد قريس ويحقق نص الحلم لأن الحلم الحقيقي المراضي مختلف خدوا بالكم ونحن نحضر لقصة الأوليمبياد وبالأرقام والإحصائيات فكرة مجرد التأهل القصة هنا مختلفة تماما عن قصة منتخبنا الوطني وحكايته وقصته واروايته مع كاس العالم وده واحد من العلامات الاستفام الكبيرة جدا اللي بتقالي مفترض أنها تبقى الشغل الشاغل لكل الناس إزاي ممكن تترجم الأرقام الكبيرة جدا بتحققها منتخبات مصر الوطنية على مستوى قارة إفريقيا واللي بتحققها لعنديها المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي على مستوى قارة إفريقيا وتقارن ده بحالة العجز الشديد في الوصول لبطولة زي بطولة كاس العالم خد بالك وأنا بكلمك على التأهل لأوليمبياد قريس أنه المنتخب الوطني الأوليمبي المصري هو أكتر منتخبات إفريقيا تأهلا لدورات الألعاب الأوليمبية المختلفة في بطولة تتقوم مع أفريقيا الحالية اللي غاب عنها منتخبات من العيار التقيل زي ناجيريا وغانا وكوديفوار والكاميرون وجنوب إفريقيا والجزائر إدل منتخب الوطني يوصل لقبل النهائي عشان يكون أمام فرصة التأهل المباشر لأوليمبياد فاريس 24 للمرة 13 في تاريخه منتخب الوطني الأوليمبي تأهل الأوليمبياد أو لدورات لعابة الأوليمبية قبل كده 12 مرة أقرب المنتخبات ليه من حيث الأرقام أو عدد المشاركات هو منتخب المغرب ومنتخب ناجيريا الاتنين وصلوا سبع مرات فقط لغير سبع مرات فقط لغير ومن بعدهم بتيجي غانا بست مشاركات ومن بعدهم بتيجي تونس بأربع مشاركات يعني قصة التأهل لأوليمبياد باريس ما هيش حلم ما هيش قصة ما هيش حاجة جديدة عليه إن بالعكس دي حاجة احنا متعودين عليها وإحنا في صدارة المشهد أوليمبيا على مستوى قارة إفريقيا الأهم والسؤال اللي بيطرح نفسه إيه اللي نقدر نقدمه وإيه اللي نقدر نوصله في دورة لعابة الأوليمبية وده السؤال اللي نتمنى الجيل ده يقدر يجاوب عليه خد بالحضرتك أنا بكلمك على منتخب وطني أول هو صاحب الرصيد الأعلى في التتويج بكاس أمم إفريقيا وهو صاحب الرصيد الأعلى في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية بكلمك على أندية مصرية كتيرة جدا منها الزمالك منها الإسماعيلي منها المقاولون وفي صدارة المشهد طبعا الأهلي اللي مسيطر على قارة إفريقيا شمالا وجنوبا شرقا وغربا بالأرقام والأحصيات الأندية المصرية هل أكثر تتويجا والنادي المصري هو أكثر نادي على مستوى التتويجات والإنجازات مش بس حتى في قارة إفريقيا لكن كمان حتى عالميا السؤال إذا تكون كل الأرقام دي قياسية موجودة أندية ومنتخبات بطولة أمم أفريقيا وتأهل الأولمبياد وتتويجات قارة الأندية ونعيش دايما كل أربع سنين سيناريو المسلسل الهابط الدرامي في عدم قدرتنا على مجرد التأهل لكاس العالم على كل أحوال خلينينا نتكلم على مباراة مصر وغينيا النهاردة ونفتح ملف الأهلي والإسماعيلي بكرة إن شاء الله كلاسيكو واحد من كلاسيكيات الكرة المصرية حتى وإن كانت الفوارق بقت كبيرة جدا لكن مباراة ينتظرها دايما جمهور نادي الأهلي وبالتأكيد ما عنديش شك أنه الجماهير نادي الإسماعيلي هي كمان مستنية لقاء النادي الأهلي بكرة إن شاء الله خليني قبل ما ندخل حلقتنا ونتكلم في المركات واللي بيولع يوم بعد يوم نروح لفاصل ونرجع نبدأ وندخل في التفاصيل طبعا يعني خلينا نقول إنه ست لعبين اتنين منهم بيشاركوا في المركز الخامس بقيمة أربعين مليون يورو أنجويسا في نابولي وبالناصر في الميلان لكن لفت نظر قوي في الأسماء اللي زارت قدامكم إنه وين هم اتنين لعيبة بنتكلم عليهم النهاردة على إنه هم اتنين من أغلى اللعبين في الدوريات الخامسة الكبرى في تاريخ خارط إفريقيا اتنين منهم وهم قسيمين لعب نابولي وصلاح لعب ليفر بول اتعرضوا على أندية مصرية وفيه خبراء قالوا إنه هم لا يصلحوا للعب للأندية دي وبالتالي رحلوا لو كانوا الخبراء دوروا أفقوا أو أقاروا على فكرة الصفقة وتفعيل يعني فكرة إنه اللي نادي يشتريهم كان زمان الناس دي في حتة تانية خالص حالها كل الأحوال خلينينا نروح لموضوعنا أنا معني طبعا بالمركاتو في السعودية مش عشان البروباجندا والقصة الخاصة بفكرة إنه كبار الأسماء العالمية النهاردة اللي كانت بتلعب في الأندية الكبيرة في الدوريات في أسبانيا وفي إنجلترا وفي إيطاليا وفي فرنسا النهاردة بقم أهداف للأندية السعودية وده بالتأكيد هينقل تختلف تتفق تشوف إنه هم بيخلصوا مشوارهم وإنه مردودهم مع فرقهم في الدولة السعودية مش هيكون زي مردود بن زيمة مع مثلا الريال ولا نقوله كانت مع تشالسي ولا أدوارد مندي مع تشالسي ولا فيرمينيو اللي خلاص يعني الصفقة بتقلص مع أهل جدة بعد ما اشتروا أدوارد مندي حرس مارما تشالسي كل الأندية في سعودية النهاردة بتركز أو بتستهدف لعيبة من العارة وده أكيد هيكون ليه يعني فايدة تسويقية على الدوري السعودي لكن كمان أنا مركز أكتر مع التحاد جد ليه التحاد جد على وجه التحديد طبعا بطل الدوري السعودي في نسخته الأخيرة بيلعب ليه اتنين من نجوم الكرة المصرية أو يعني كان بيلعب ليه اتنين من كبار نجوم الكرة المصرية أحمد حجازي وطرق حامد طرق حامد خلاص علاقته انتهت بالاتحاد بعد توقيع العقد مع نجولو كانتة حجازي طبعا بعد موقف الإصابة الموقف يمكن الناس أعلنت أنا كان يمكن ضيفي هنا في سادسة الكابتن محمد سويد نجم الكرة السعودية ونجم التحاد جد وقال ان احنا حجازي دوره في الاتحاد كبير جدا مش بس جوه الملعب لكن كمان برا الملعب هو بيقوم بدور القائد الفريق والحقيقة انه محل ثقة ومحل حب وتقدير واحترام من كل اللاعبين في الاتحاد جدا فبالتالي هم متمسكين بالآخر لحظة لكن كمان ضيف على ده فكرة انه منافس محتمل بالنسبة للأهلي في بطولة كاس العالم للأندية اللي جاية وضيف حد ذاتها يعني يهمني أنا تابع الاتحاد عشان اعرف ازاي اعتقد انه جزء من الصفقات وجزء من المركات ومش بس مرتبط باللي بيحصل في الدورة السعودي مع كل الأندية هلال واتحاد ونصر وواي الاخر لكن كمان فكرة انه ممكن جدا يكون في مواجهة بين الاهل والاتحاد في بطولة كاس العالم وخصوصا انها كمان الاتحاد هيكون صاحب الأرض والجمهور وبالتالي لما يكون بيتعاقد مع لعبين بحجم كريم بن زيمة بحجم نجولو كانت النهاردة صفقة اعتقد اضافة كبيرة جدا اتحاد جدة جوتا البرتغالي لعب سلتك السكوتلندي انتقل لاتحاد جدة وتم الاعانة على الصفقة بشكل نهائي بعد ما اكتاز الكشف الطبي صفقة بلغت قيمتها 25 مليون السرليني واللعب نفسه هتقاض حوالي 10 مليون السرليني سنويا فنتكلم على ارقام فلكية ولعب صغير في السن بالمناسبة ولعب بورتغالي صغير في السن عنده اعتقد 24 سنة والتعاقد بتاعه هستمر لغاية 20-25 على كل احوال هنشوف القصة دي مع ديوفنا النهاردة بلال محسن و احمد مصطفى هشرفونا فيه السادسة بس خلينا نتطمن الاول على تمرينة النادي الاهلي النهاردة مفترض انه التمرينة بعدها واتود سفر ان شاء الله عشان يبدأ المعسكر في برج العرب اللي هستبر ان شاء الله لغاية مباراة الاتحاد تجنبا او تفادان يعني فكرة الارهاق والصفر والعودة اكتر من مرة خلينا ناخد زماننا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيرة نعرف اخبار تمرينة لا فاروق صلاح النهاردة رقع المتقلق دائما يا فاروق مساء الخير برحب بك الزميل العزيز احمد سمير وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة اقناة النادي الاهلي في كل مكان ازاك يا فاروق اخبارك ايه كل السلام انت طايم احمد متأخرة شوية بس سعيد سعيد يا رب كان علينا وعلى شعيد قناة النادي الاهلي وعلى الشعب المصري يا رب دايما مواجهتين كنت بتكلم انه هما شروة واحدة يعني الاهلي والاسماعيلي الاهلي والاتحاد مش بس عشان هما الاتنين في برج العرب لكن كمان عشان فكرة انه يقربونا بشكل كبير جدا يا فاروق انت عرف انه الاهلي النهاردة محتاج 8 نقاط من سبع مباريات فكرة انك انت اتحقق العلامة الكاملة في الماطشين دول يقربوك بشكل كبير جدا وتحسن بقى صداع حسم لقب البطولة مع الاقتراب الموسم من نهايته فمباراتين اعتقد هيخشهم ميسر كولر بكامل التركيز ستطمن على التمرينة الاخيرة النهاردة قبل الصفر اعتقد ان احنا هنسفر الفرعة سفر بعد المران مباشرة يعني يعني خليني في البداية زميل احمد اكب بالفعل على كلامك على اهمية هذه المرحلة خاصة ان هي المرحلتين ازا بتقول كده الاتنين مباراتين يعني في مرحلة واحدة مبارات الإسماعيلي ثم مبارات الاتحاد السكندري وده كم محور كلام مستر مارسل كولر مع اللعبين بالامسة طبعا عاقب يعني استقنافت دريبات بعد مبارات فيوتشر والتعادل الاخير كلام مستر مارسل كولر مع اللعبين خلاص بننسى مبارات فيوتشر ومقلن مبارات فيوتشر تبقى السيناريو من سيناريوهات كتير خلال المرحلة القادمة في المواجهات القادمة أن معظم الفرق بتطمح أنها تاخد أمام النادي الآلي نقطة خاصة من أجل الهروب من صراع الهبوط وأيضا بعض الفرق التي تأمل أنها تنهي الموسم في المراكز الأربعة المتقدمة قال أن مباراة الإسماعيلي مباراة صعبة جدا ومباراة مهمة جدا وقال أن بالنسبة للفريق الإسماعيلي موجود في مؤخرة الجدول وده بنزيد من صعوبة المواجهة أنها مواجهة حاسمة بالنسبة للنادي الإسماعيلي ولذلك أكد على اللعبين ضرورة التركيز في هذه المباراة تجنب الأخطاء للفريق ويع فيها في مباراة فيوتشر وتكلم مع اللعبين في أمور خاصة بعملية إنهاء الهجمة أفرد لها وقت طويل جدا نتكلم فيها مع عرض المجموعة من الفيديوهات مع ياسين الميكاري وتكلم مع اللعبين قبل طبعا ما يتطبق هذا الكلام في أرض الملعب يعني تقدر تقول كده جزء نظر يتكلم فيه مع اللعبين وأعاد بعض الفرص اللي تم إهضارها الفرصة واحدة كفيلة إنها إن شاء الله تسهل علينا المباراة أعايز إن إحنا نتجنب هذه الأخطاء اللي إحنا ويعنا فيها في مباراة فيوتشر على الجانب الآخر زميلي أحمد يعرضه أنا برصد لك الكواليس والأمور اللي طبعا الجمهور ما عرفهاش جلسات طبعا يعني جمعتنا بين مستر مرسل كولر مع محمد شريف بيأكد له ثقة فيه بيأكد يعني هذه الأمور أعرف إن فيه سوق حظ بيصادف محمد شريف في الفترة الأخيرة قال له أنت واحد من اللعب المهمة وجودك كما معانا مهم وأنا منتظر تهجيفك خلال المباراة القادمة خلينا أقول لك برضو أنه أجتمع مع اللعب كريستو وأشاهد بالفترة الزمنية اللي ننزل فيها في مباراة فيوتشر وقال له أن الفترة القادمة تاخد وقت أطول ويعني أنا كنتم أبسوط من أداء خلال المباراة فيوتشر يعني دي برضو من الأمور زميل أحمد اللي بنرصدها وبنتم من خلالها جماهير للنادي الآلي طبعا الفريق استأنف أيضا تدريباته اليوم اللي تدريب يعني بيجرى الآن على ملعب مختار اللي تيتش قبل انطلاق المران مستر مرسل كولر خلاص بمعنوات تانية كما مع اللعبين لمدة عشر دقايي اللي ابتسامة اللي على وجه مرسل كولر التركيز اللي شايفينه عند اللعبين الثقة اللي هو يعني بيديها للعيبة خلاص أفنا مباراة فيوتشر عندنا تلت مباراة مهمين جدا بدأ مباراة الإسماعيلي ثم مباراة للاتحاد تمام على اللعبين اتكلم في هذه الأمور ويعني أشاد باللعبين على الموسم الطويل اللي إحنا اللي لعبناه مهم جدا أننا أختموا ببطولة الدوري وقال للعبين ضروري نحافظ على السجل بتاعنا خالي من الهزائم ضروري نحافظ على الأرقام اللي انتو بتصنعوها ليكم وللنادي الأهلي ثم انطلق المرام طبعا تعارف زميلي أحمد ما بين كل مباراة الثانية 48 ساعة يعني الأمور الفنية بتبقى في أضيق الحدود بيشتغل مستر مارسل كولر على بعض الأمور سواء التزديد من خارج مطقة الجزاء الكرات اللي ثابتة سرعة التحول والحالات اللي التحول من الحالة الدفاعية للحالة الأجمية بيكون في أضيق الحدود طبعا لكن بطمنك الحالة الفنية اللي احنا شايفين على اللعبين التركيز اللي عند اللعبين نقطة تانية مهمة زميل أحمد عايزة طمنك أيضا على حالة اللعيبة للمصابين واعتقد عايزة أكيد هتتطرق لهذا الأمر سواء أكرم توفيق أو كريم فؤاد عمر السلية أو محمود متولي يعني وخصوصا طبعا كلام كان على السلية ومتولي لأنه هم الأقرب للعودة وكان المعلومات اللي وصلتنا من الجهاز الطبي أنه على يعني يمكن كمان أسبوع أو عشر ممكن يبقوا جاهزين عشان يدخلوا في التدريبات الجماعية مع الفريق مرة تانية يعني خليني أكد لك زميل أحمد طبعا عمر السلية بدأ مرحلة الجارية حول الملعب إن شاء الله على مباراة الزمالك إن شاء الله يكون جاهز دي المشاركة في هذه المباراة عمر السلية واحد من اللعب المهمة جدا في هذه المباراة طبعا أي 11 لاب من النادي الآلي يكونوا موجودين في أرض الملعب لكن خليني أقولك أن عمر السلية وشخصية هذه المباراة خاصة أن عمر السلية واحد من النعيبة طبعا ليه سجل تهديفي أمام الزمالك وليه لما سات فنية كلنا بنستمتع بيه أمام نادي الزمالك باكد لك إن شاء الله يكون جاهزياته لديه قل المباراة بدأ الجارية حول الملعب إن شاء الله طبعا هو مش هيسافر مع الفريق إلى الأسكندرية هيستمر طبعا هنا في القاهرة ليه استكمال البرنامج التأهيلي عقب العودة طبعا من الأسكندرية يبدأ بقى ياخد أجزاء من المران الجماعي للنادي الآلي وإن شاء الله يكون جاهز أيضا ليه المباراة الزمالك بطمنك أيضا لمحمود متولي في المرحلة الأخيرة طبعا من البرنامج التأهيلي ويبدأ الجزء الجارية حول الملعب ويبدأ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي نقطة مهمة زميل أحمد طبعا وإحنا بقى كتير ما تكلمناش على أكرم توفيق أو كريم فؤاد خلينا أقولك النهاردة من الأخبار الصرة كريم فؤاد بدأ الجارية حول الملعب وزي ما اطمننا من الدكتور أحمد أبو عبلا وإن شاء الله أأكد لك إن شاء الله كريم فؤاد أكرم توفيق اللي اتنين عودته ما تكون في نفس التوقيت طبعا زميل أحمد أنت عارف أن أكرم توفيق كانت إصابته قبل كريم فؤاد بشهر لكن القياسات اللي تمت مؤخرا لأكرم توفيق أثبتت طبعا مدى استجابة العضلات والتأمل لكافة الأمور يعني برضو من الأمور الطبية اللي احنا برضو يعني بنتكلم برضو نوضحها من خلالك أن أكرم توفيق الأمر ما كانش متخلق موضي يعني متعلق فقط بالروبوت الصليبي كان بعض الأمور طبعا في الرجبة لكن تم طبعا التعامل مع هذه الأمور إن شاء الله مع انطلاق الموسم أو بداية الموسم إن شاء الله بأكد لك جهازية الاتنين يكونوا موجودين مع النادي الآلي في فترة الإعداد طبعا وإنطلاق الموسم الجديد وكريم فؤاد الخلاص اللي بدأ مرحلة مهمة جدا من الجاري حول الملعب نقطة مهمة زميل أحمد يعني برضو لو أنت وقتك يسمح نتكلم فيها كلينا كلام برضو مع بعض اللعبين والجهاز الفني خاصة في الأمور اللي بتصار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من عروض للعيب للنادي الآلي سواء هنا أو هنا عايز أقول لك إن اللعيبة بتنفي هذا الكلام اللعيبة ما فيش الكلام ده إحنا مركزين في الفترة الحالية وإن إحنا نختم الدوري الجهاز الفني لا يتطرق تماما لأي كلام بيصار على وسائل التواصل الاجتماعي أي أمور بيتم الإعلام عليها أو من خلال إدارة الإعلام في النادي الآلي أو من خلال النادي الآلي أي كلام تاني بيصار أو عروض للعبين كلام ده غير صحيح بالمرة بأكد لك اللعيبة غير يعني ما فيش لعيب مركز مع هذا الكلام لعبة مركزة في الفترة الحالية إن شاء الله نهي مبارات الإسماعيلي ثم مبارات الاتحاد ثم إن شاء الله مبارات الزمالك متوج بدرع الدوري ويعود من جديد درع الدوري إلى الجزيرة إن شاء الله طبعا أنا موجود معك زميلي أحمد أنا عايز أسألك بس على حاجة أنا عارف أنه كابتن أحمد صديق كان موجود مع الجهاز الفني عارف أنه طبعا بيعمل معايشة مع مستر مارسل كولر والجهاز الفني المعاون ليه كان موجود النهاردة في تمرين وأخبار فكرة تواجد أحمد صديق طبعا واحد من نجوم النادي الأهلي وكانوا دائما بيشرفونه هنا في السادسة يعني خلينا برضو أقول لك زميلي أحمد يعني أنا كابتن أحمد صديق أنا كنت متواجد معاه وتكلمنا في هذا الأمر أقول لك نقطة مهمة جدا كابتن أحمد صديق بعد ما طبعا ما أنا مشواره في الملعب بدأ أنه يشتغل في قطاعات النشئين ويشتغل فترة طويلة في قطاع النشئين في النادي الأهلي اشتغل فترة طبعا في أكاديمية النادي الأهلي في الإمارات يعني أنا على المستوى الشخصي عصرت الكابتن أحمد صديق في الشغل الفني اللي كان بيشتغلوا في قطاعات النشئين والفرق اللي مساكها في النادي الأهلي كانت أخيرة فريق الـ 2008 وكان عامل بيوم نتائج مميزة لكن بالتحديد فترة تواجده مع الفترة المعايشة مع مستر مارسل كولر أنا بسأله انطباعك إيه شايف قال الرجل ده دقيق جدا الرجل ده بيركز على التفاصيل مهمة جدا جدا الرجل ده ما بيعديش حاجة للصدفة الرجل ده يعني بيدور على حاجة الكمال في الكورة والأمر ده بيبقى صعب جدا وبيقول يعني قال لي من الأمور اللي هو بيتكلمها أني لازم يكون عندك طموح وأمنيات أن أنت تحقق ألقاب أو تحقق بطولات لكن وانت بيتمنى لازم تكون بتشتغل في أرض الملعب قال لي دي من الحاجات اللي عاملة انطباع فيها كويس جدا أن أنت آه أنت تتمنى أن أنت تحقق بطولات لازم تحقق وساعات العمل بالنسبة لك وشغلك كل ده لازم يكون هو الأساس بتاعك علشان من خلاله تبدأ تتمنى وتحقق بطولات انطباع مهم جدا كابتال أحمد صديق سعيد جدا بيزيل للفترة ويعني سألته هل هكوم متواجد معهم خلال فترة الأسكندرية وصفرهم قال لي لأ الفريق هيسافر الأسكندرية إن شاء الله لي أداء المباراتين للإسماعيل والاتحاد أنا هكون موجود هنا استكمل إن شاء الله فترة المعايشة بعد العودة من الأسكندرية لكن انطباعه في غاية السعادة وفي قمة السعادة أشاد بفكر وعقلية مستر مارسل لكلر وليتمنى طبعا الكابتال أحمد صديق واحد من أبناء للنادي الآلي وطبعا زي ما انت عارف زميل أحمد كان بيشرفنا في خلال برنامج السادسة إن شاء الله يكون واحد من أبناء للنادي الآلي اللي يكون لي بصمات مهمة جدا فيه اللي ناحية الفنية وناحية التدريبية إن شاء الله كل التوفيق لكابتال أحمد صديق وكل الشكر لك فاروق زميل عزيز فاروق صلاح من داخل النادي الأهلي دي لقطات من آخر تمرينة قبل استعداد السفر لمعسكر برج العرب إلا هيستمر لغاية لقاء الاتحاد إن شاء الله بكرة لإسماعيلي والسبت الاتحاد مبارتين في غاية الأهمية مش بس كمان عشان فكرة الست نقاط لكن خد بالك المواجهتين دول هم المواجهتين الأخيرتين قبل مواجهة الزمالك في لقاء القمة نماشيها لقاء القمة يبقى الأهلي والزمالك طبعا لقاء قمة وعيد للكرة المصرية حتى وإن كان الزمالك مش بينافس الأهلي على لقب أو على بطولة لكن في النهاية واحدة من أهم المطشاط اللي بيستناها جماهير الفرقتين على مدار السيزن كله ففوز الأهلي معنويا في المبارتين دول يخفف شوية من الضغط بتاع حساب النقاط ويبقى فضلك خمس مطشاط مطلوب منك منهم نقطتين فقط لغير عندنا إسماعيلي اتحاد زمالك مقاولين أعتقد حرس حدود بيرامدز مصري أعتقد أنه الترتيب كده صح دول السبع مطشاط اللي فضلين هنا فإنك أنت تروح للزمالك معاكل ستة بونت وفضلك خمس مطشاط عندك منهم اتنين بونت أعتقد كده مش هنقول بقى حسبيا ورقميا كده الدوري إن شاء الله في مقره الدائم والمفضل في الأهلي في الجزيرة خليني أروح لفاصل سريع وأرجع بعد أتكلم مع حضراتكم على موضوعات كتير منها الميركاتو منها ميركاتو ده الصداع الحقيقة في الرأس الأهلوية سواء فيما يتعلق بالإعلان على استهداف للعابي النادي الأهلي وده طبيعي ما حدش يزعل منه ومنطقي جدا تتكلم على فرقة بطلة فريق الحالي وبطلة أفريقيا في ثلاث نسخ ووصل أربع مباريات أو أربع مباريات نهائية ووصل في كاس العالم قد معروض قوية جدا فبالتالي طبيعي جدا هم يبقوا تحت المنظار زي ما بيقول والأهم من ده هو إزاي الأهلي يحضر للميركاتو اللي جاي في وقت الناس كلها خلصت مواصمها بتعمل صفقتها بتخلص بتشتري بتبيع وكله بيستعد لبداية موسم جديد وإنت لسه الموسم مازال طويل وممتد فاصل ونرجع لحضراتكم متقنقين متقلقين كالعادة ديوفنا في السادسة النهاردة بلال محسن وأحمد مصطفى أحمد مصطفى وبلال محسن سأخير وأهلا بكم أمسان النور طبعا أحمد أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادسة راجعين راجعين من العيد بقى كل سنة حضرك طيب كل السادسة المشاهدين بخير ويا رب يكون عيد كان حلو كده على كل الناس ويا رب دايما في أعياد وفرحة مع النادي الأهلي بقى إن شاء الله والأهلي فرحنا على طول وانتناقص فرحة أعسف أعطر من كده إيه أهلا بيك يا بحمد أعلم بيك يا أحمد وكل سنة طيب وكل سنة طيبين يعني كل المشاهدين نادي القاتل نادي الأهلي ودائما ببصيرنا إحنا معاك وكنت وحشنا بصراحة وانتو كمان وحشان جدا كل سنة ونطيبين ويا رب تبقى كده أجازة كانت سعيدة عليكم فصلة باين على اللون نهاردة بنرجع مرة تانية نتكلم على منتخبنا الوطني الأوليمبي هبدأ بمنتخب مصر الأوليمبي الحقيقة مش عايزة أبالغ وقول إنجاز إنه بحكم التاريخ والأرقام طبيعي جدا أنه منتخبنا الأوليمبي يشارك في دورة العاب الأوليمبي لكن ودائما بيكون السؤال الحلم اللي مش عارف يتحقق إزاي نوصل لفكرة منص التتويج حتى لو ببرونزية حتى يعني كنا زمان بنقول بتالي إنه الأهلي كمان عن نجحاته العالمية كسر تابوهات أو كسر حاجات كتير جدا كنا شايفين أنها شبه مستحيلة أنك إنت تنافس أندية عندها إمكانيات وعندها أسماء لكن تقدر تعمل قدامها نتائج وتوصل لمناصة التتويج بقى حلم كمان نحن نشوف منتخب أوليمبي أو منتخب أول بيحقق الإنجاز ده شايفين الأول مشوار المنتخب الأوليمبي إزاي وتوقعاتكم لبورات النهاردة مصر وغيني بلال يعني يمكن في البداية ما كانش فيه حالة تفاول كبيرة نظرا لأن الجيل ده بالتحديد مفهوش أسامي مميزة أو نجوم لعبة مثلا مع الأندية المصرية هنا أو محترفين في الخارج عملوا اسم كبير مثلا زي وقت الجيل السابق مثلا مع كابتن شاوي غريب كان موجود رمضان صبحي وكان أسامة جلال وكان مصطفى محمد كان ناصر ماهر أسماء كلها إحنا تفرجنا عليها وشوفناها وأكرم توفيق وكل أمام عشور كان فيه طاهر محمد طاهر كان فيه لعبين كتير كانوا معلمين مع الجمهور الريديو والجمهور عارفهم وعارف أساميهم وعارف طريقة لعبهم الجيل ده مختلف شوية يعني يمكن الجيل ده أبرز النجوم ويمكن بالمناسبة فاس بجائزة أفضل لعب في دور المجموعات هو إبراهيم عادل لأنه هو بيشارك باستمرار مع بيرامز هنا في الدور المصر ده لك برضو حمز علاء أحسن حمز علاء آه بالضبط لم يتلقى مرموعة أي هدف بالضبط عمل بطولة مميزة جدا وبالمناسبة هو تم اختيار أربع لعيبة من منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور المجموعات كان واحد من ضمنهم حمز علاء كان مع أحسن عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فصل مهاجب منتخب مصر فأقصد أقولك إن الجيل ده عمل بطولة كويسة جدا بيتحرك تحركات مميزة فأقصد أقولك إن الجيل ده مقارنة بإنه ما عملش اسم كبير وما شاركش زي ما أنت لسي حضرتك بتقول إن حمز علاء ما شاركش خالص مع النادي الأهلي مع الفريق ويظهر بالمظهر ده فكل ده أنا بحس بالنجاح فيه لمستر ميكيالي اللي اتكلمنا عنه هنا في وقت سابق وقت تولي قيادة المنتخب يقولنا إن هو مدير فاني مميز جدا وكان عمل نجاحات مع منتخب البرازيل فهو الراجل لا بصراحة قدر يطلع من الجيل ده أحسن ما عنده قدر حتى يحقق التارجت الأول بالنسبة لنا وهو الوصول وبالمناسبة أنت كلمت عن الوصول إحنا منتخب مصر يأتي على رأس قائمة المنتخبات الأفريقية اللي وصلت للأولمبياد بـ 12 مشاركة ييجي بعد المنتخبات بـ 7 نجيريا بـ 7 مرات والمغرب بـ 7 مرات وغانا 6 وتونس 4 بالضبط فمنتخب مصر بيوصل دايما للأولمبياد ولكن احنا عايزين نغير التارجت بدل ما بحلمنا هو الوصول وبعد الوصول بتتشتت الأحلام حتى مع مشاركة نجوم كبار يعني احنا شفنا في وقت 2012 شاركة محمد أبو تريكا وشاركة أحمد فتحي وشاركة أعماد متعب مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد ومع ذلك محمد الشيناوي ومع ذلك برضو مش قادرين أن احنا نتحصل على ميديلية فأنا أتمنى أن مع الجيل دوت إن شاء الله يقدر نكسر طب ما تيجي نقيس شوية يعني تعالى نروح لمصطفى نسأله أنا مش قادر أقيم الحقيقة يعني الجيل ده قياسنا على مثلا بطولة أفريقيا دي في غياب قوة عزمة يعني أنا عارف طبعا أنه منتخب زي منتخب مالي كان معنا في المجموعة طلع السنغال بجلات قدرها وغياب نيجيريا غياب كود ديفوار غياب غانا غياب كاميرون غياب جنوب أفريقيا يعني أنت تتكلم عنه تقريبا معظم القوة العزمة في قارة أفريقيا ما تأهلتش أساسا لبطولة أمم أفريقيا اللي هتأهل بعد كده لأولمبياد هل ممكن نقيس على ده واحد أنه خريطة الكرة في أفريقيا بتتغير وأن فيه منتخبات كتير منتخبات صعيدة ولا القصة في المرحلة دي مختلفة تماما عن فكرة المنتخب الأول وقياسا على المستوى الفني كمان هل شايف أن الكرة اللي احنا قدمناها المستوى اللي احنا قدمناها في البطولة يخلينا نفكر أو نحلم بتحقيق الإنجلزة الحقيقة أو الحلم الحقيقي فكرة أنك تجيب ميداليا في أولمبياد باريس السنة الجاية بالنسبة للمنتخبات طبعا اللي لم تساعدتش وأعتقد أن الجيل ده أو الفترة دي من الموليد دي أعتقد أن مختلف تماما عن فريق الأول برغم أن الكرة في أفريقيا أعتقد أنها تغيرت تماما وبنشوف دلوقتي فيه منتخبات كتيرة حتى نتوقع أن المنتخب المغرب فريق الأول قبل النهائي فالحاجات دي كلها بيتبين أن المنتخب المغربي وفيه منتخبات طبعا تفوقت على منتخبات كانت دايما منتخبات زي الكوتفور وزي السنغال وزي المنتخبات اللي لاتي شايفين في الفترة دي بقت خلاص هي متفوقة حاليا بالنسبة للمنتخب المصري أنا شايف أنه بدأ البطولة كان بدأ ببطولة مبايز جدا لكن قبل سوق حظ في مبارات النيجر وده تعدلنا فيها فده خل المنتخب المصري اتصعبت عليه وأنا بشوف دايما أن شخصية اللعب المصري بتزهر في المواقف الصعبة جي ليه تزهر في المواقف ما تزهر طول الوقت ليه لما بنتزنق بنبتل نتحرك يعني فكرة أنه لازم يبقى خلاص او اخر لحظة اخر لحظة عشان تبتدي ليه مش سخافة يعني مش الطبيعي إنك أنت تتحرك في كل وقت بحسب أي زروف أنت بتواني معتقد ده دايما في حتة دي موجودة في الناد الأهلي مش موجودة يا سوء سوري مش موجودة في الناد الأهلي اللعب تلاقي اللعب يعني أغلبه طالع متعود على شخصية البطل متعود دايما على المكسب متعود لما بيشوفش حاجة جرى المكسب ودي هنا تبين المنتخب الأوليمبي ده على فكرة إن أغلب القوام بتاع مش موجود منه تقريبا غير أربعة أو خمس لعبة في الناد الأهلي فدي برضو على فكرة مهمة جدا لأن المنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي أو منتخب حتى الشباب وجود لعبة الناد الأهلي مهمة جدا لهم إن مولدين على شخصية البطل عندهم دايما حتة المكسب فقط لغير فالمنتخب بدأ طبعا مباراة النايجر كان بدأ بدايك ويسحب له سوق حظ اتصعب عليه الموقف في مباراة مالي وأنا يعني يعني قبل مباراة مالي حصل مع كابتن وارياد المدرب العامل وتكلمنا في شوية مباراة المالي وإن فريق مالي طبعا فريق خضر جدا ومن فريق الدوات اللي تلعب الكرة الصعبة اللي نحن بتعفير ساندوز بلعب الكرة على الأرض طلوع عمرهم مالي الحقيقة بلعب الكرة محترمة جدا ويعني ما نقللش طبعا من المجهود منتخب مصر إن هو قدم مباراة كبيرة منتخب مالي منتخب صعب جدا على فكرة إن هو يعني تكسب منتخب مالي فأنا بشوف إن أنا راهنت إن هو على الجيل ده إن الجيل ده أعتقد في بعض اللعيبة شايف إن هما يستحقوا يكونوا موجودين في الفريق الأول وعلى العلم إن بريم عادل كان موجود في توكيو البطولة اللي فاتت مع كابتن شاوي مع كابتن شاوي غريب فبريم عادل يعني مش مفاجأة بالنسبة لنا إن هو ياخد أفضل لعب في دور المجموعات إن لعيب كبير ولعيب عنده شخصية وأعتقد هو بيلعب أساسي على طول في نادي بيرامس وفيه لعيب أنا أشوف إن هو مميز جدا وكان سبب طبعا في سعود منتخب مصر ومحمود صابر محمود صابر لعب بيرامس لعيب عنده إمكانيات كبيرة جدا أنا بشوف إن هي لسه ما انفجرتش يعني لسه ما طلعتش كل إمكانيات تعمل محمود صابر وكان سبب في تحول أداء المنتخب المصري بعد مباراة النيجر إن هو ما شاركش مباراة النيجر وبشوف إن محمد شحاتة برضو لعب نص الملعب لعب ندي طلع الجيش من اللعيبة برضو المميزة اللي يبقى لهم مستهبة في الكرة المصرية فكل الأفراد ديت وكل المجموعة ديت أعتقد بدأوا لما الموضوع تصعب حسوا بمسئولية وطبعا بدأ خلاص الانفجار اللي بدأ بعد مباراة الجابون والمباراة لما بدأنا خلاص نحسنها بهدف محمود صابر فأعتقد كل لما الموضوع بيوصل للصعوبة ودي طبيعة خلاص احنا بتعودنا عليها أعتقد بأن منتخب مصري نلاقيهم ويظهروا في الأقضاء دي غينيا إيه؟ يعني أنا شفت غينيا أنا شفت راجر مطش واحد اللي هو مباراة لفتتاح مع المغرب شايف غينيا إزاي وشايف مطش المواجهة النهاردة بين المنتخبين إزاي أنا أهمي طبعا أكيد طبعا تأهل المنتخب المصري مش بس عشان نلعب على النهائي لكن كمان عشان نحسن فكرة التأهل من عدمه تضمن الوصول ولكنها بشوفها مواجهة مش سهلة يعني منتخب غينيا منتخب برضو ليه تقلو وعنده لعيبة كرة محترمة وعلى المستوى الفردي ومستوى الجماعي منتخب تقول بلغة الكرة يتعبك يعني يمكن هو ممكن يتعبك شوية ولكن هي مباراة أنا بشوفها في المتناول يعني أنت لما توصل أن أنت تواجه غينيا على حلم التأهل للأولمبياد فأنت سعيد تأهل يعني الموضم شيء صعب قوي ممكن على أرض الملعب يبقى تواجه بعض الصعوبات لأن طبعا ده طموح مشروع وحلم مشروع لكل المنتخبين سواء منتخب مصر أو منتخب غينيا الاتنين ده غليل بنفس الفرص أن اللي هيفوز هيضمن وهيضع قدمه في باريس فلاص هو يحجز بقى يحجز فندوق ويسوف ملعب التدريب وهيسيب التالت والرابع وبيت في باريس غير توكيو برضو بزبط وإن كان بقى مش عارفين الأحداث الزعب الموضوع قال لك قطار مدريد اللي هيأتي في العمر إلا مرة واحدة وهو بقى سبع سنين بيجي له القطار ومش عايز يركب القطار فإحنا نتكلم إن غينيا النهاردة على مستوى إيمانها بحظوظها وبفرصها هو ده اللي هيصعب شوية من المواجهة ولكن أنا أعتقد منتخب مصر مع استعادة المنتخب لمجهودات أحمد عيد الزاهير الأيمن اللي كان غاب عن المباراة الأخيرة للإقاف ومحمد شحاتة لعب طلاعي الجيش لعب مميز جدا في وسط الملعب اللي كان غاب أيضا للإصابة الاتنين دول مع اللاعبين اللي موجودين زي محمود صابر وإحمد نبيل كوكا وأسامة فيصل يعني في مجموعة لعبة وجودها مع بعض بيعمل خطورة كبيرة جدا إحنا يمكن منتخب مصر في المباراة الأولى اللي تعادل فيها المنتخب كان عمل رقم قياسي في الكورة العرض خمس كورات في العرض رقم كبير جدا فلا أنا أعتقد أن المباراة النهاردة إن شاء الله هتبقى مباراة في المتناول هيتعامل معها ميكالي أو هيقدر أنه هو يمتص حماس غينية هيقدر أنه يحبط أملها في أنها تقدر تباغة منتخب مصر أو حاجة لا إحنا عندنا خط دفاع مميز حتى الآن بيسير بشكل كويس بيأدب بيطلع بالكورة من المناطق الخلفية شفنا تغير تام حتى في أداء اللاعبين عن أنديتهم يعني حسام عبد المجيد ومحمد طارق بنشوف شكل أداءهم مع منتخب مصر مغير تماما للي بيلعبوا به مع الأندية بتاعتهم كمان محمد مغربي لعب مميز جدا لعب النادي الأهلي اللي كان بالمناسبة شارك مع النادي الأهلي في كأس العالم الأندية مباراة منتري يعني عندنا بالضبط عمل مباراة كبيرة وبيشارك وعمل أداء كويس جدا مع اسموحة الموسم ده فعندنا لعبين كتير عندهم خبرات وعندهم المهارة زي ما لحمد محمود صابر لعيب عنده حلول في وسط الملعب اللعب اللي بيجي دي التسديد عمتا بيفتح لك المباراة وده اللي حصل المباراة الأخيرة محمود صابر وسط ما المباراة كلها متأفلة بتسديدة طبعا مبختة قدر يفك طلاصم المباراة ويحرز هدف فكل ده النهاردة هيجتمع مع ميكالي هيقدر إن شاء الله المنتخب من خلال العناصر اللي موجودة وطريقة اللعب اللي بيعتمد عليها المدير الفني إنه هو يضمن التأهل للمنديال للأولمبياد أولا ثم بعد كده يفتر في مباراة نهائية تفضل مين الناحية التانية هو أنا أفضل يعني أنا ما أفضلش المغرب ولكن على الورق طبعا المغرب أقرب والمغرب كمان أقرب لحصد اللقب يعني عشان الأرض ألا عشان الكرة علشان الأرض وعلشان هم منتخب مميز أعتقد كده كده في المباراة نهائها هتتساوي الحظوظ تعتعبت المغرب جدا ولكن كان منتخب المغرب في المباراة الأولى كان عنده رهبة البطولة شوية لو شفنا تغير بعد كده أداء منتخب المغرب في المباراة داريتين اه اتغير شوية عن مباراة غينيا الافتتاحية لأنه كان عنده رهبة من الحضور الجماهيري وتنظيم البطولة على أرضه ولكن منتخب المغرب بيقدي بصورة جيدة جدا طبعا عندهم عبدالصمد وزلزولي ابنكو طبعا في برشلونا فلا هو منتخب جيد يعني هو منتخب جيد جدا أحمد كم واحد من عناصر منتخب مصر الوطني شايف أن قدامها فرصة أنا طبعا ما فيش شك البطولات دي عموما في المراحل السنية الصغيرة دي بتبقى تحت عيون يعني سكاوتينج تيمز بتاعة الأندية في أوروبا بشكل كبير ليه لأنه الأعمار صغيرة الأسعار ممكن تبقى طبيعية يعني في كل حتة في أفريقيا يعني عرفش قصة عندنا ايه بتبقى مختلفة شوية لكن الأسعار بتبقى إلى حد ما مش مبالغ فيها في المتناول فبالتالي بتبقى بطولة تحت المنزار يعني من منتخب مصر شايف مين ممكن يكون توهج تقلق بالشكل يكفي أنه يبقى عنده فرصة الاحتراف شايف بريم عادل طبعا بريم عادل استحق فرصة الاحتراف طبعا لعيب كبير ولعيب عنده شخصية ولعيب عنده إمكانيات يعني بريم عادل عنده إمكانيات ومن بدر جدا بين الإمكانيات دي يعني بريم عادل واضح جدا اللي هو ومحمود صابر الاثنين كان مع متخب الشباب مع كابتن رابع ياسين وطلعوا مع كابتن رابع ياسين اللعبه طبعا في متخب الأولمبي وأنا أعتقد أنه هم يستحقوا أنه فرصة طبعا أنا بريم عادل انضم مع المتخب الأول طبعا مع مستر فيتوريا في بعض الفترات وأعتقد كمان أنه هو محمود صابر ممكن أنا بشوف أنه فيه لعيبة معينة كده عندها إمكانيات بيبقيتش موجودة كتير جدا لأنه بريد يتكلم في حتة التزديد التزديد دي لعيبة قليلة جدا اللي عندها الجرأة والشخصية إنها تسدد وكمان ممكن يبقى عندك الحاتين دولة بس ما عندكش قوة التزديد ومعندكش التزديد اللي بيبقى يكون الصحيح فمحمود صابر عنده الميزة دي فقدر دي الموجودة جدا بل اتنين انتوا شايفين أنهما يعني أعتقد أنهما يستحقوا أنا أزود عليهم واحد بتفئة طبعا مع أحمد على حسام وعلى محمود صابر وإبراهيم عادل أنا بشوف أنه حسام حسام عبد المجيد لو طلع بدري أنا شايف أنه هو خامة مبشر على العكس ممكن الناس كتير ما تشوفش كده ولكن أنا شايف أنه حسام عبد المجيد التكوين الجثماني والطول اللي عنده ممكن يخدمه جدا لو طلع أوروبا بدري نتمنى التوفيق لمنتخبنا للأوليمبي النهاردة وإن شاء الله بإذن الله يعني الحلقة اللي جاني بقى منحتفل كده بالتأهل لأوليمبياد فاريس وإن كان حتى يعني لقدر لا لقدر حتى في حالة الخسارة النهاردة هيبقى مزال المتخب محتفظ بأمل وفي التأهل لأنه هيلعب على ثالث ورابع لو كسب مركز ثالث بيتأهل بشكل مباشر لو لقدر الله خسر برضو هيحتفظ بأمل وفي التأهل هيلعب يكون في ملحق تصفيات مع رابع قارة أسيا والكاسبان منهم يوصل فالفرصة القائمة بصرف النظر على نتيجة المورا لا هو الأهم أنا الحقيقة يعني فكرة نحن بقينا نوصل هنوصل ميدالية أولمبية في كورت القدم يعني إحنا مش قليلين عشان إحنا أخذنا رابع عبل كده في مناسبتين ده أعلى إنجاز حقنا في مشاركتنا أخذنا بروزيت كاسعال بالضبط في الجيل بتاع 2001 2001 مع كابتال شاوري بالضبط أعلى وسام تقريبا حصل عليه منتخب في أي مشاركة عالمية خليني أختم الحتة الجزء ده بسؤال علامة استفهم قلتها في بداية الحال أخلينا سبع رأيكم فيها منتخب مصر الأول هو أكتر منتخب توج بلقب أمم أفريقي وأكتر منتخب وصل لعدد مرات وصول للمباراة النهائية ده منتخبات منتخب مصر الأولمبي هو أكتر منتخب تأهل لإدارات الأعابة الأولمبية 12 مر أقرب حد دي المغرب ونجيريا 7 مرات يعني تقريبا 55% من نسبة المشاركة ده منتخبات أندية أهلي زمالك اسماعيلي مقاولين مش عارف لو كنت ناسي حد تاني حد خد كونفدرالية أو حاجة متهقليش بس عندك أربع عندي توجه بألقاب أفريقية والأهلي طبعا في صدارة المشاركة على مستوى القارة الأفريقية ما فيش حد ممكن تقرب بس أرقابهم من نادي الأهلي حالة التفوق دي مش قادر أترجمها أو مش قادر أربطها بفكرة عدم قدرتنا مثلا على بس مجرد التأهل لكاس العالم بشكل طبيعي زي كل المنتخبات عدم قدرتنا على تحقيق ميداليا أولمبية على مستوى المنتخبات الأولمبية فيه تفوق شديد جدا في ناحية وفيه إخفاق شديد جدا في ناحية 180 درجة عندكوا تفسير لده؟ يعني أنا هاخد من كلام حضرك هربط الجزئتين لحضرك ختمت بيهم ببعض لأنه هم متعلقين ببعض بصورة كبيرة جدا إحنا اتكلمنا واتفقنا أن فيه هيمانة كبيرة جدا من الأنديا المصرية على البطولات الأفريقية داخل القرى وفي نفس الوقت ما عندناش عدد محترفين كبير بنقدر نصدره من داخل قرتنا أو من داخل مصر للخارج أنت عدد المحترفين حتى الآن إحنا استعرضنا قبل كده في حلقات سابقة أن عدد المحترفين المصريين مقارنة بدول كبيرة زي اللي بتوصل لنهايات كاس العالم أو بتوصل حتى زي غانا ونيجيريا وكل المنتخبات اللي عملت وسابت بصمات كبيرة جدا في مشاركتها في كاس العالم لا إحنا بعاد في الحتة دي وإحنا منتهى أملنا دايما مع المنتخب الأول أن إحنا نصعد وفقط نخرج من دور المجموعات زي كل مشاركة الموضوع اللي علاقة ببعض أن أنت هناك في مصر أو الأنديا في مصر عامة بتفضل الاحتفاظ بنجومها للفوز والزفر بالألقاب داخل القرى على عكس الدول التانية هو ما عنده مشكلة أنه يفرد في كل نجومه أو الأنديا تبيع لعيبتها لأوروبا وهم صغيرين بأرقام مش كبيرة أنت كنت رسا بتتكلم في موضوع الأرقام وقلت أن الأسعار هنا في مصر مختلفة فكل دي عوامل مساعدة بتساعد الدول التانية على إخراج لعيبيها للاحتراف ويمكن إحنا كنا شوفنا بعد الأولمبياد 2012 إحنا كان عندنا لعبين كتير احتراف وكان أحمد حجازي وكان خرج عندنا لعيبة كتير أو محمد صلاح ومحمد النني محمود عزة مروان محسن كان عندنا مجموعة لعبين كبار جدا قدروا أنه هم ده تقريبا الجيل الوحيد اللي سمح لي بالاحتراف بالعدد دوت بعد أولمبياد 2012 ونأمل أنه يتكرر مع الجيل الحالي وأنا شايف أن الجيل الحالي ما فيش حد مؤثر مع نادي أو داخل مصر بالصورة اللي النادي بتاعه ممكن يتمسك بيها بصرف النظر ممكن إبراهيم عادل شوية وبينا متزعتق أنه عنده البدائل فأنا أتمنى إتاحة الفرص ولكن الدول التانية ما عندهاش نفس الكلام لا بتسمح بالاحتراف فبتيجي تصطدم بتلاقي نفسك أنت عشان كده احنا كنا بنقول على حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة يا ربنا يدي له الصحة طبعا أنه كان بيعمل معجزة ليه في 2006 أو 2008 أو 2010 لأنه كان بيواجه نجوم العالم وقتها كان ضيد رجبة ومنتخب كوتيفور مدجج بالنجوم ومع ذلك كان بيستطيع الرجل أنه هو يفوز ويفوز بالألقاب ده ما حصلش مع غيره ومن وقتها من بعد 2010 الكلام ده ما حصلش يمكن إلا هم في 2017 وصلنا فينال إنما التفوق دوت نابع من إن أنت ما عندكش عناصر محترفة بتلعب في أوروبا الاحتراف الاحتراف ده الفرق بين آه ده اللي عامل الجاب في المعادلة اللي حضرتك كلمت عليها متفق مع عبدالي أتفق مع عبدالي في جزء الاحتراف بس في جزء تاني إننا إحنا دلوقتي لما جدت أحمد سالتاني قلت لي مين اللي شايفه ممكن تحترف اخترتنا كتنين لعيبة من قوام تريباً أو 25 لعيب ودي مشكلة كبيرة جداً بقى عندنا مشكلة في الكواليتي الكواليتي بتاع اللعيب ببقاش موجود لعيبة كتير مميزة الكواليتي بتاعيتها ببقتش كتيرة جداً ببص منطلع اتنين لعيبة من 25 لعيب فالكواليتي بتاع اللعيب دلوقتي أعتقد بقى مهم جداً بتيجي تخرج بره زي ما بلال بيقول بقيت بتصدم بلعيبة تانية خلاص عندها فرصة كبيرة في إنها محترفة مبادر جداً عندها الكواليتي أعلى منك عندها عقلية كمان أقوى منك تلوقتي اللعيب بيخرج بره تبعايز يرجع لكن انت دلوقتي لأ إنها عندنا في مصر بقى موضوع مصعب شوية صحيح اعتقد إن الاحتراف والعقلية مهمين جداً طيب نروح للأهلي والدوري تعليقاً بس على مواجهة فيوتشر شايفين المباراة ازاي وشايفين النتيجة مقارنة بالمستوى اللي قدمه الأهلي ازاي يعني في البداية خلينا نقول إن مباراة الأهلي وفيوتشر هو تعادل يمكن على مستوى للاحداث اللي بتحصل مش مقبولك عمتاً أي نتيجة غير الفوزة عند جمهور النادي الأهلي مش مقبول وأكيد عند المدير الفني ولكن انت بتقيم ما فيش فرقة بتكسب بالضبط ما رفضي أقول لك انت بتقيم الوضع من ناحية هل انت على مستوى الأداء في الملعب أسرت لا ما أسرتش انت وصلت وحاولت على ملعب لا نفضل كلنا كمنظومة نادي إن احنا نشارك أيها أستاذ السلام يعني الحمد لله إن احنا خرجنا منه ورجعنا صدقاء على فكرة وده من مميزات اللي عملها مستر كولر وقت ما جلنه هو طلب ان هو يلعب ينقل المباراة على أستاذ القراءة وإحنا شفنا المعاناة الكبيرة اللي بيعنيها النادي الأهلي على أستاذ السلام وآكن رغم كل دوت احنا حولنا ووصلنا ويمكن احنا معنا حالات مش عارف لو جهزة معنا احنا بعض الحالات كده سريعا هنمر عليها على فيوتشر آه الأهلي وفيوتشر أربع أو خمس حالات لو جهزين معنا نستعرض نشوف ايه أسباب الاتعادل يمكن طبعا علي مهر في اللقاء ما حاولش يهاجم يمكن احنا بنتكلم عن بص الانتشار أو تمركز لعبي فيوتشر وقت استحواز النادي الأهلي على الكرة بص آخر ده آخر واحد من فيوتشر بس خليني بس وانت بتستعرض حالك كده قولك انه الأهلي وصل لفورما ومستوى أداء في مطشورت أصعب كتير جدا من كده يعني أنا ما جئيس هقارن الأهلي بايه هقارن الأهلي بمستوى في مواجهة فيوتشر بمستوى ولا هقارن الأهلي بمستوى في مقارنة في مقارنة مع الأهلي بمستوى في مطشورت تانية في توقيت معين بعد دور المجموعات في بطولة أفريقيا مطشورت الراجع والترجي الأهلي كان واصل فيها الفورما على المستوى الجماعي والمستوى الفردي عالية جدا فهنا أنا بقى أقولك انه فيه ناس حاسة إنه فيه تراجع شوية في المستوى. هو على فكرة بالمناسبة. بالمناسبة إحنا عايزي برضو عشان نقول للناس إن فيوتشر فريق كويس جدا. هو تالت الدوري يستطيع أن نلفوز على الجيش الملكي. بالمناسبة هو كان مع الجيش الملكي في المجموعة مع بيرامينز. هو الفياري الوحيد اللي يقدر يفوز على الجيش الملكي في المجموعة المغربي. هو بطل الدور المغربي. فإحنا عشان برضو نحط الناس قدام الأمر. بشتغلين من فيوتشر. بالضبط إحنا بكلم ناحية من واجه منافس كويس بيلعب على ملعبه متمرس عارف أبعاد الملعب ده كويس. النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش على ملعب السلام. اللي مساحاتهم إزاي مساحات استاذ الكرة. نكمل الحالات. طب نشوف الحالات. آه يعني دي كانت صورة لتمركز لعيبي فيوتشر إنهم كلهم كانوا تحت الكرة. يعني بص العشر اللعيبة كلهم بص صح ما بعاطف حتى وقف على اللاين قريب من الحكم. ده مهاجم فيوتشر. هنشوف الحالة اللي بعد كده. دي بص يعني دي بص ده نفس الكلام. يعني بص برضو امتلاك لعيبي النادي الأهلي للكرة. بص فيوتشر كلهم وقفين تحت الكرة. ما فيش ما بيخرجوش إنهم يقابلوا أو يعملوا ضغط متقدم. وهنا بص أليو ديانج واقف بيدور لسه بيعمل عملية التمرير. ما فيش غير كهرباء اللي هرب من المدافعين ونزل علشان العربة. بص فيه هنا فيه هنا انتشار جديد على فكرة من العيب النادي الأهلي. بس فيه حالة ثبات. يعني هنا تحرك من غير كورة. تحرك من غير كورة مش موجود في اللقطة دي. على رغم إن فيه مساحات كتير جداً واسعة بثرو باس ممكن مع زكاء في الحركة أو زكاء في التحرك. تقدر تخلق فرصة في منطقة الخطور. بص انت بص حسين الشحات داخل فين. بص يا أحمد حسين الشحات داخل فين. ووراء على طولها تلاقي أحمد القندوسي وكهرباء خارج. لو ديانج مرر لكهرباء في الكورة دي ولكن ديانج اختار إن هو يعملها تغيبت ملعب وخرجت الكورة خارج الملعب. مين اللي أقرب للقص بتاع الـ 18؟ ده كهرباء أول واحد بعد ديانج كهرباء. مين اللي مع الكورة؟ الكورة مع ديانج. الكورة مع ديانج. ووراء على طول بيرستاو. ده كهرباء. وبعد كده حسين الشحات. دي ديانج كهرباء. وبرستاو يقطع. هنشوفها بقى في لعبة تانية. ديانج عملها. ده تنوع الحلول في المباراة. دي تصويت محمد هاني اللي سندها له بيرستاو. سددها بشكل مميز جداً. راحت في الزاوية البعيدة. ولكن تعامل معها محمود جنش. اللي بالنسبة أخذ. ده ده الهدف اللي أحرزه النادي الأهل. يمكن فيه صورة أبل دية. تمريرت حسين الشحات. الهدف ده تعمل بشكل مميز جداً. لعبة جمعية متفق عليها طبعاً. معلول مرر لحسين الشحات. هو يحسب بس على علي معلول. انه ما زبطش القصيد بعد التمرير بتاعت الشحات. عملها له الشحات في المساحة. وعملها معلول بعد كده. ده الحالة الأخيرة معنا. ده هدف فيوتشر. يمكن أحمد لو عايز يعلى عليها. أنا أقول بس ملحوظة ان دي الكرة تلعبت كرة طويلة. ده محمود عبد المنعم كهرباء. في حضن مدافع فيوتشر يمكن كهرباء. معروف عنه انه هو مش راس حربة صريح. مش راس حربة تارجت. انه هو يقدر ياخد الكرات العالية فكهرباء. ما اشتركش مع المدافع بص الكرة بعدها. ردت على طول. لا مش الحالة دي. دي كرة كان ينجب يمررها لبرسل. كرة ناصر ماهر عملت تمريرة لأحمد عاطف. راحم في رد ولولا حسب التسلل. فالكرة كانت في حوزة النادي الأهلي. بسبب هنا بقى تقدر تتكلم. واحمد ممكن ياخد من جلامي عن. هل غياب حمدي فاتحي. فعملت استرجاع الكرة في كرة زي دي تأثر على. الناس كانت بتساءل بعد المباراة. يمكن شوفنا بعض التحليلات قالت. ان بعد الكرة ان الكرة زي دي كان حمدي فاتحي. بيقدر يضغط لان قالي وديانجلا ورجعنا للكرة. وقف تماما وانتظر. رد فعل الناصر ماهر. اللي مشي بالكرة خطوتين. وعمل التمريرة. علشان كده احنا بنقول ان مع غياب حمدي فاتحي. لازم طريقة لعب النادي الأهلي تتغير. ولازم التلاتة أدوار التلاتة بتاع نص الملعب. يبقى مرسل كولر يكلفهم بأدوار مغيرة. للأدوار اللي كانت موجودة وقت. وجود حمدي في التشكيل الأساسية. وده بداية من بكرة. يعني من بكرة ووصولا لمباراة الزمالك. انت النهاردة طبعا ان شاء الله بإذن الله احنا 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 بنتبع مع فاروق في التمرينة بتاعت النهاردة. تطمنا على السلية. وانه ان شاء الله بإذن الله ممكن يكون جاهز قبل موطش الزمالك. لانه عودة السلية مرة تانية مع غياب حمدي المتوقع. يعني بيفرد وجود لعب خبرة بحجم عمر السلية. لعب ليه تأثيره رمانة ميزان في الملعب. يقدر يقود خط نصف النادي لأهل. أحمد ليك تعليق على الماتش بتاع فيوتشير؟ أعلى بسه بسه. سريعا يعني في حتي في الهوابلال بالنسبة لحمدي فتحي. عايز اقول ان هو اكبر مشكلة لتنادي الأهلي في مبارادي. استرار مستر كولر ان هو يلعب بالدينج رقم 8. فده دور حمدي فتحي اللي هو يعمله مع النادي الأهلي. وكان نجح فيه طبعا. فكان هو عايز أليو ديانج يعمله. فإصفاره في فترة كبيرة غاية لما خرج أليو ديانج. بعد ذلك الأهلي يروح للمرمى أكتر بكتير. فطبعا وعودة السلية لأنه هو الوحيد اللي يقدر يعمل دور دال ده مركزه. فأليو ديانج انا شايف ان افضل مركز ليه ان هو يكون رقم 6. فدوره في رقم 8 خليه حتى في الضغط في الحاجات دي. هو في وقت كتيرة تايه في الملعب. يعني ده مش مركزه. لكن مصر كله عايز انعافه وعايز يطور بعض اللعيبة. عايز يخلي المركزية في حتة نص الملعب. يبقىش حد سابت في مكان معين. يعني مرانا عطيه ستة سابعة تمانية. فأنا كان شايف ان هو كان من الأفضل. ان هو كان يخلي مرانا عطيه هو لتمانية. وليو ديانج رقم 6. كان يبقى أفضل بكتير مرانا عطيه عنده الحتة دي. هو أصلا كان بيعاب رقم 8. هو طور مرانا عطيه من رقم 8 إلى رقم 6. لكن هو بيحاول يعمل حاجة الأصعب. يخلي آلو ديانج لعب رقم 8. يقدر يتحرر. يقدر يتحرك لقدام. يقدر يعمل دور حمدي فتح اللي كان بيعمله. لساعة يعمل دور المهاجم الوهمي. فده أعتقد ممكن يبقى. تشعول ممكن ياخد وقت. لكن ممكن يكون صعب كمان. فده اللقص على ندل آله في بعض الفترات. في أغلب مطشوات الإسماعيل اللي شفتها الموسم ده. كنت بحس الحقيقة إنه فرقة الإسماعيلي بتعاني. يعني مش ده الإسماعيلي اللي أنا تعودتها يعني أشوفه طول عمري. وأنا من جيل يعني أزعم. يعني إن أنا شفت عتاولة بيقدمه النادي إسماعيلي للكرة المصرية. وكانت مطشوات الأهلي والإسماعيلي واحدة من المطشوات اللي تقعد تستنىها من سنة للسنة. إياك أن تتخيل طبعا أن الفوارئ اللي موجودة في الجدوع. إسماعيلي إنت شفته في الدوري السنة دي بيعاني قدام فرق كتير جدا. إياك أن تتخيل إنه هو الإسماعيلي اللي إنت هتشوفه قدام الأهلي بكرة. فرقة الإسماعيلي من الفرقة تيجي قدامنا يمكن من أكتر الفرقة اللي قدام النادي الأهلي بتحاول تقدم أفضل ما عندها. بتعلي الإسماعيلي يجي نمرة واحد يعني. فمطش بكرة وبتأكيد المباراة صعبة. لكن أخبار الإسماعيلي إيه الموسم ده عموما تقييمكم ليكوا إيه فريق. تعالوا نستعرض كده أرقامه ونشوف إحصائياته ونشوف كمان إحنا نتكلم على أربع أجهزة فنية مصطفى بدايكة مع جريدو. جريدو بعد كده أيمن الجمل مدرب مؤقت بعد كده أحمد حسين ميدو عاد معهم فترة كبيرة. نشوف كده الأجهزة الفنية المختلفة لنادي الإسماعيلي ونشوف ونستعرض الأرقام بتاعتهم مع أحمد. مستر جريدو طبعا خمس ماتشات ولا فوز ولا فوز تعادلين وتلاتة خسارة. أيمن الجمل كان مدرب مؤقت أربع ماتشات كسب مباراة وتعادل مباراة وخسر ماتشين. أحمد حسين ميدو اللاعب تسعة ماتشات وهو يعني بعد المدرب بحمزة الجمل أكتر مدرب كان معهم في ماتشات كبيرة. كسب مباراة واحدة اتعادل في خمسة وخسر تلات ماتشات. كابتن حمزة الجمل طبعا هو المدرب الحالي لنادي الإسماعيلي. المنقذ. هو المنقذ. هو المنقذ من الموسم اللي فيه. فيلم الموسم وكل موسم. مش عارف لما يعني حقيقة رجل استان فاتت عمل شغل في آخر السيزن مع الإسماعيلي رائع جدا. وكانش في العيبة. يعني فكرة ادي له فرصته بقى الموس. يعني ادي له فرصته يكمل. لكن عودة حمزة جمل اعتقد إلى حد ما برضو. طبعا. يعني نقل الإسماعيلي. وهي بنها في الحساب بتاعه طيب. خمل خمسة فوز. خمل خمسة فوز. ده التلات مدربين اللي فاتوا ما عملوش الخمسة فوز دول. اعتاد مدربين. التلات مدربين عملوا فوزين مبارتين بس. فوز مبارتين. تخيل هو. لعبه تسعة واربعة وخمسة يعني بتكلم في تمنتاشر مباراة منهم مبارتين بس فوز. بالضبط. هو لعب اربعتاشر جاب خمسة فوز. خمسة وخمسة داعاته. وده اللي حرك الإسماعيلي. بالضبط. يعني الإسماعيلي تولي الموسم في التلاتة. ونقول لك كده كان الإسماعيلي مع حرص الحدود تقريبه. كان ممكن ان هو. نزلوا دورة دورة. التلاتة بنت والبنت الدوقات مهمين جدا. احنا شافين من العاش اللي خيارة السبعتاشر. كلهم بنفسوا على الهبوط يعني. وده واحد من الأسباب اللي تقول انه ماتش بكرة ماتش صعب جدا. صعب جدا. يعني غير بقى قصة أهلي وإسماعيلي وديربي وكلاسيكو. قصة كمان موقف الإسماعيلي في الخسارة بكرة. ممكن جدا تعقد حسابات حمزة الجمل. وتعقد حسابات الإسماعيلي في جدول الترتيب. اكيد مش ممكن. يعني موضوع الخسارة بكرة. يعني لو مخرجش على الأقل ببنت في المبارات الأهلي. ده هتبقى كارثة كبيرة جدا. إن ما فيش أي فريق من الفرق من العاش الغدس 17. طيب نكمل أرقام الإسماعيلي. أنا هخلص إسماعيلي أحاول أقرب حضراتكم مع بلال وأحمد كده من أرقام الإسماعيلي. دي أرقام التسجيل أو معدل تسجيل الإسماعيلي لأهدافه على مدارة 90 دقيقة. آه يمكن هو معدل تسجيل الأهداف أصلا مقرنة طبا بعدد الأهداف. مش من هو ما سيجلش أهداف كبيرة خلال الموسم. ولكن هو الفترات اللي دايما الإسماعيلي مميز في التسجيل فيها. بتبقى من D40 ال D60 يعني آخر الغدسين. ذبت آخر الشرط الأول وأوائل الشرط التاني بترتفع نسبيا في الدكاق من 80 ل $90. نفبر نفس المعدل 13% أعلىWEeen اaserه هو 20% من D50 لل D60 يمكن الإسماعيلي بنشط فيها و من D40 إلى د.50 وده الوقت التي تعادل فيه الإسماعيلي مع اسوان في المباراة الماضية يعني. معدل استقبالهم معدل استقبالهم برضو للأهداف يعني يمكن بص الأرقام المعدلات كلها تقريبا متساوية أنهما بيتلقوا من الديئة الأولى لحد تقريبا الديئة 50 نفس المعدل 14% في نظام مرشحين طول الوقت تقريبا أنه هو يتلقى مرماهم أهداف بتعلق النسبة طبعا حسب الجدول من الديئة 70 للديئة 80 أعلى نسبة أو أعلى وقت ممكن يتلقى فيه الإسماعيلي أهداف وهو 25% وده دليل على سوق حالة الإسماعيلي بالمناسبة واحد من أسوأ خطوط الدفاع هنشوف أرقامهم دفاعين وهجمين السيزن ده عاملة إزاي طيب نروح للصلايد اللي بعده نخلصنا المدربين والأجهزة الفنية طيب دي يعني أفضل أو أكتر اللاعبين تمايزا الموسم ده على مستوى التسجيل وعلى مستوى صناعة الأهداف على مستوى التسجيل طبعا محمد الشامي مقدم موسم مميز تسع أهداف فراش شوقت اللي هو بيغيب طبعا طارق الإسماعيلي أعتقد بقى له كذا يوم وسبب إن شاء الله مباراة بكرة سبع أهداف يو أنور شوف نحن هم المهاجمين المميزين جدا تلت أهداف باهر المحمدي هدفين وأعتقد هم ضربات جزائي يعني أحمد مدبولي هدف واحد طبعا الأسستات طبعا فراش شوقت برضو تلت أسست محمد حسن تلاتة أحمد مدبولي تلاتة صالح جمعة اللي هو يغيب برضو أعتقد تلاتة صالح وعبد الرحمن مجدي اتنين عبد الرحمن مجدي كان من العناصر الموازة جدا مع المنتقى بأمني طبعا لكننا بقى مش عايزين نتكلم يعني أحد الأندية دخلت مع عبد الرحمن مجدي في بداية الموسم وأحضرته لحد مقر النادي ويعني لو الكلام ده حصل مع عنديها تانية بيبقى التناول هناك في الإسماعيلي بيبقى التعامل بشكل مختلف ولكن عبد الرحمن مجدي تم تشتيته للأسف قبل بداية الموسم بالانتقال لنادي تاني والاتفاق معاه وفشلت الصفقة وده انعكس على أداء عبد الرحمن مجدي طوال الموسم عبد الرحمن مجدي كان زي ما انت قلت من نجوم المنتخب الأولومبي أنا بشوفه كان واحد من أكثر العيبة المتميزة في جيله بالظبط يعني وبعدين خد بالك أنا الرجل الشمال دي بالنسبة لنا عملة ندرة طبعا وهو الحقيقة لا لعيب كان جسمه كويس سرعيته كويسة مهارته كويسة فكان مبشر جدا رفع حتة تانية خالص يعني هو هو متوقع غدا بالمناسبة للربع الإسماعيلي اللي هيشارك هيكون واحد منهم عبد الرحمن مجدي كيف تشكيل الآخر مشاركة أحمد تقول لنا كده آخر تشكيل ظهر به الإسماعيلي في أحمد عادل عبد المالي متحدثت البردى أحمد نصر محمد نصر مساك بارد محمدي صبحي صام صلحي اتنين في نصف الملعب محمد حسن وسيرجي أكا وأنا بشوف أهم لاعب في نادي الإسماعيلي سيرجي أكا ده لاعب الجنة السابق لاعب مميز جدا يو أنور جناح يمين أحمد مدبولي صانع العاب عبد الرحمن مجدي رقم عشر ناحية الشمال والشامي ده كان تشكيل مباراة أسوان والإسماعيلي انتهى آخر مباراة اليوم في الدورة وانتهت نتيجة مباراة ونتيجة واحد واحد تعادل ومحمد الشامي هو اللي يمكن تسجل هدف محمد الشامي المناسبة مباراة الأهلي والإسماعيلي بكرة محمد الشامي أعلى لعب أحرز هدف زي ما قلنا تسع هدف المقابل هدف النادي الأهلي محمد الشريف تسع هدف يتساول الاثنين في نفس الرصيب أتوقع أن يبقى فيه تغييرات على طريقة اللعبة والتشكيل إسماعيلي في مواجهة أسوان أهلي في مواجهة إسماعيلي بنسبة للإسماعيلي لا أنا أعتقد أن الحداشر اللي موجودين هم دول أفضل أفضل حداشر ممكن يدخل محمد هاشم في مركز قلب الدفاع مكان محمد نصر أعتقد وغير كده أنا أعتقد لأن دول التشكيل أفضل محمد حسن وسيرجي أكا في وسط الملعب مدبولي والشامي مع عبد الرحمن مجدي وياو أنور دول الرباعي مميز جدا طبعا بيغيب عنهم فراش شواط واحد من أكتر اللاعبين اللي كان لهم تأثير على أداء ونتائج النادي الإسماعيلي من وقت تولي حمزة الجمل طبعا غيابه بكرة هيأثر مع الإسماعيلي ده اللي أنا بشوف أنه هو بكرة طيب أرقامه إيه في جدول الترتيب النهاردة الإسماعيلي في المركز الترتاشر أعتقد نشوف أحمد مع الإسماعيلي في جدول الدوري أرقامه دفاعيا وهجوميا طيب خلينا ناخد الأول طبعا القيمة التسويقية للعابي الإسماعيلي قبل ما نروح لجدول الدوري جول كيبر من أتبعه تأتيين لخمسين عشان عندهم محمد صبح ده متوسط العمار لأن محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق موجود معهم في القوام خمسمية خمسة وعشرين ألف سعر التسويق سعر التسويق اليوم الكيمة التسويقية مية وعاتين ألف الدفندر من ستة وعشرين لخمسين كيمة ستة عشرين ونص ستة عشرين ونص أنا أرمت خمسة ستة عشرين سنة ونص متوسط عمار العابي خط الدفاع خمسين خمسين ده يعني فريق الشمس فريق الشمس بتاعنادي الآل لعبه فريق الشمس واحد واحد بوينت خمسة وخمسين مليون نسيبك من الأرقام هناخد التوتل في الآخر يا أحمد خليه متوسط العمار متوسط العمار يعني الفرقة كلها سبعة وعشرين سنة التاك 25 سنة طريبا التوتل 27 سنة والخيمة التسويقية للفريق كله خمسة وثمانية من عشرة مليون يورو بالضبط نرجع بقى لأرقامهم في الدولة الدفاعيا وعجوميا ورقبهم في جدول الترتيب ومين بيهدد فرصة بقاء الإسماعيلي فيه حل خسارته في مباراة بكرة ممكن ترتيبه ممكن يبقى إيه الإسماعيلي طبعا في مركز 13 بلاي الماشي نحن بتكلم إن الإسماعيلي عنده ميزة عن المنافسين اللي معانا سواء سيراميكا أو مباراة زياد نوع عنده مباراة لعب مباراة أقل ما هو يحسبها بحسبته هو أنه لو قدر يطلع بكرة ببونت يبقى خير مباراة وبعدين يتعامل في المباراتين المتبطين يبقى تساوى معه بزرط زي زي الاندية بالضبط وهتخليهم يلعبوا زي ما قلنا هتخليهم يلعبوا أنهم مش مندفعين للفوز على قد ما هم يهمهم الخروج ب هجي لك فتاكتك حمزة جمل لأنه حمزة جمل مدربين الحقيقة اللي بيعملوا شغل تيكتيكي على مستوى كان معيب أنا كنت أحب أتفرج عليه جدا حمزة جمل كان عيب رجل مدفعجي بزبط رجل ساروخ عليه رجل دانة مدفع بزبط من أكتر الناس اللي جون في تاريخ الكرة المصرية بيسددوا هم حمزة جمل ولا بتذهب حمزة جمل هما الاتنين بصراحة الاتنين بس حمزة جمل كان عنده ميزة إنه هو حمزة جمل كان بيشوت وهو بيجري يعني وتلاقيه في عز ما ماشي بالكورة تلاقي الكورة ما تشوفهاش أبو الدهب الدربات السبت ما تشوفهاش نص الملعب بزيط لا لا ما تشوفهاش غير مره بجولدي مره بجول في الإسماعيل لا وفلسطيني من نص الملعب ماتش الستة ماتش الستة ماتش الستة بزيط خد الفرقة كده وعمل مرادونة ومرة بعد ما سابل نادي الأهلي أبو الدهب وراح جلدي كان بيلعبه الزمالك مرة في كاس مصر والماتش المبارادي انتهت برقلات الجزاء وجلدي أقصى نادي الزمالك كان هدف التعادل أبو الدهب كرة من بعد نص الملعب تصويب راكلة حرة يعني ما شوفهاش عبو حسي سيد غرف روبرتو كارل حاجة كده ايوة فرنسا كده لا فده جدول لو رجعنا الجدول يلا روح للجدول بقى كان بادي الدولي بداية هو أسوان بابا فاسيلي وبعد كده مع أنا فاكر أول أسابيع دولي كان محلة في صدارة أول أربعة أقعد أربعة أسابيع أقعد أسابيع أقعد أسابيع في الصدار مهاردة المحلة 17 يعني طبعا المحلة برضو دفع تمن تغيير الأجهزة الفنية حتى أخيرها أنه هو أقل ردش حاتة خدوا بالكم كمان وبيقولولي أنه في جدول المطشاط الغزل والحرس آخر مطش في البطولة هيلعبوا مع بعض هيلعبوا مع بعض هو اللي عنده مطشين صعبين جدا 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 البنك الأهلي عنده غزل المحلة في المحلة والمباراة الأخيرة أمام بيرامدز واللي هو بيتمسك بكامل حظوظه بالمناسبة بيرامدز بيج كوشن مارك بالنسبة لبنك الأهلي السنية يعني في حاجة صفقات وجابوا لعيبة صفقات ولاعيبة والجهزة يعني حتى تعاقب عليهم خالد جلال وبعد خالد جلال أميرة عبدالعزيز وبعد أميرة عبدالعزيز وبعد أميرة عبدالعزيز حيث بالكثير جدا جدا تغيير الأجهزة هي التركيب نفسها مش ماشية في نص الموسم ده يعني واحد طبعا بيعكس للأسف شديد عجزة في الرؤية بتاعة الإدارة من بداية نص يعني فكرة أنك أنت تاخد قرار مصيري زي ده أنت ببداية الموسم بتستعد عملت سكواد محترم جدا رؤون على مدير فني لازم يعني فكرة أن الاستمرارية دي لازم يكمل الموسم لغاية آخر طب أنا أقولك على مفاجأة جلال جهاز واثنين وثلاثة في موسم واحد وتتوقع نتيجة مختلفة الشيء صعب جدا أنا أقولك على مفاجأة بخصوص البنك الأهلي البنك الأهلي في آخر الموسم الماضي كان أتم الاتفاق مع كابتن حلم طولان على تولي القيادة الفلنية بداية من الموسم القادم من الموسم اللي بدأ ده وبعد ما خالد جلال عمل آخر أربع أو خمس مطشاط بصورة مميزة جدا وقدر يفوز أتاظر مسؤول البنك الأهلي لكابتن حلم طولان وقرر أنه هو يكمل بخالد جلال آه خالد جلال طبعا خالد جلال في البداية ما مش يكتش معاه أقاله خالد جلال وعينه أمير عبدالعزيز المساعد اللي مع خالد جلال مشي شوية برضه أنا بشوف أنهم ضيعوا وقت كبير جدا مع أمير عبدالعزيز مع كامل الاحترام لي مدير فني واعد وكان اشتغل قبل كده مساعد في أكتر من جهاز ولكن أنت بتعمل فرقة بالصرف ده بتروح تجيب أبو جبل بالرقم ده وبتجيب بتدعم بمحمود الجزار وبعدين بتضيع وقتك ومطشاطك في تغيير الأجهزة الفناجح ألم طولان بقى يعني هم كانوا منتظمين كابتن حلمي كابتن حلمي ما استطعاش إنه هو يقدم أي حاجة تقريبا مع البنك الأهلي لحد ما وصل بابا فاسيليو اللي خد وقت كبير جدا لحد ما قدر يعني يتعامل شوية مع البنك الأهلي وحتى الآن برضو بابا فاسيليو مش قادر يحط ييده على الفريق فالبنك الأهلي أخطر فريق عنده مباراية عنده الغاز المحلة في المحلة وهيخرج لبرامتز في آخر مباراة في الدوري يعني حسبيا فيوتشر 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 بانك الأهلي مع فيوتشر يبقى مع فيوتشر وغزل المحلة فيوتشر كمان عايزي يتمسك بمركز التالي ده احنا بكلم على الدائرة دارية الأندية اللي موجودة حوالين الإسماعيلي واللي محتاجين منهم أو فاضل منهم اتنين يودعوا المنافسة السنادي أنا بس عايزي استعرض كمان أرقام الإسماعيلي كدفاع وكهجوم عدد مرات الفوس في الدوري عدد مرات التعادل عدد مرات التعادل عدد مرات التعادل ياريت لو تجبونا جدول تقريبا الإسماعيلي فاز في سبع لقاءات فقط من من واحد وتلاتين مباراة فاز في سبع جدول الترتيب جدول الترتيب معنا اللي احنا كنا لسه اللي كنا لسه عرضينه أيوة خد بالك احنا بنتكلم على سبع فوز في مشوار الدوري كله اللي لعبوا منه واحد وتلاتين مباراة منهم خمسة بس فترة كابتن حمزة الجمل يعني جريدو وايمان الجمل وميدو حققوا فوزين وجي كابتن حمزة تولى الإسماعيلي فده يقولك انه الراجل جيه اشتغل وكان يقدر يطور او يعالج مشاكل إسماعيلي ويطور من أداء بحيث انه يحقق خمسة فوز من قصة سبعة من واحد وتلاتين مباراة بالزبط وده وده دايما العامل المشكلة الاهدافه الاسماعيلي طبعا قلنا فاز في سبع لقاءات وخسر تعادل في تلاتاشر وخسر في تلاتاشر لقاء احرز الاسماعيلي تلاتين هدف وتلقى مرماس ستة وتلاتين هدف بالماينس السلب يعني طبعا رقم يعني سلبي جدا للنادي الاسماعيلي اللي 34 نقطة بيتحصل على 34 زيه زي سيراميكا كيلو باترا اللي عنده 34 اخر خمس ماتشاط فوز وحيد اتنين تعادل اتنين هزين بالزبط واخيرهم طبعا التعادل مع يعني عايزين نقول ان الاسماعيلي كل سنة نفس الدوامة يعني حيث نفس الكلمة مع الحمزة الجمل الموسم اللي فات دخل مع الاسماعيلي في نفس الدوامة وده للأسف اللي هيعاني منه الأندية الشعبية السنين الجاية على فكرة بالمناسبة احنا لولا من الاتحاد السكندري الموسم ده الحج محمد مصير حيصبرت كبير جدا للفريق كنا شوفنا الاتحاد السكندري في نفس المناطق اللي بتنفس على الهبوض السكندري ورؤية الإدارة في الصبر على زران المدير الفني واحد من المدير المفنين مميزين جدا صبروا عليه رغم انهم خرجوا من كاس مصر ورغم انهم خسروا مبارك كتير بالمناسبة لو كانوا كسبوها كان الاتحاد السكندري راح في حتة تانية اخرها مباراة حرس الحدود اللي تعادلوا فيها في الدقائق الاخيرة كانوا في المركز الخامس اللي تعادل سكندري حتى الان عنده فرص فده دايما الأندية الشعبية هتعاني الفترات اللي جاية لو ما عملتش سياسة مالية وسياسة ادارية تقدر تحسن وتعدل من اوضاع الفرق بتاعة الاندية والبنك اعتقد مع لا لا فاركو لا فاركو اعتقد مع مدير فني برتغالي اسمه روماو برونو حاجة روماو وانا من هنا بجد عايزة حي كابتن طري العشر جدا كابتن طري العشر المناسبة حصل على افضل مدير فني في المسم الماضي افضل مدير فني مصري ونهل دوري بالمناسبة في المركز الرابع بعد الاهلي والزمالك وبرونز المسم الماضي مع طلاع الجيش وانا بشوف ان تصريحاته الاخيرة حتى لما قال ان هو كان رايح يتفق على سياسة الفريق المسم القادم فوجي ان ادارية فاركو بتوجه له الشكر بعد ما عمل معهم اعجاز انا بسمي اللي عمله طريق العشري مع فاركو المسم ده بعد ما فشل كل المديرين الفنيين ايهاب جلال فشل مع فاركو كل المديرين الفني تعاقبوا على فاركو فشل والوحيد اللي اثبت نجاح ونجاح باهر جدا هو طريق العشري والاسف كنت تتمنى من ادارة فاركو حتى تصبر عليه للمباراتين المتبقين ولكن لأسف تم انهاء التعاقد معاه وهو نفسه عبر عن حزنه من اللي قال يعني يعني واحدة من التلاصم لكن ما يهمناش ومش هنعلق عليها لادارة نادي طبعا مطلق الحرية اه طبعا احنا بنحل اوضاع التلائرات بعد علامات الاستفهام فيما يتعلق ب مستوى اداء مديرين فنيين على مستوى الاداء والنتائج وخصوصا لما تبقى تجربة بشهدة الجميع نكحة بيبقى فيه علامة استفهام كدير جدا زي ما قلنا على تجربة كابتن حمزة جمل مع الاسماعيل في الموسم الأخير كانت علامة استفهام للناس كلها ازاي الراجل ينجح في مهمة شبه مستحيلة ويكون القرار بانهاء التعاقد معي طاق ده مواقف الاسماعيلي خلينا نشوف تريق مواجهات الفرقتين حidences متكلم طبعا عن كلاسيكو واحدة من اهم مطشاط مش بس جامهين الاهلي والاسماعيلي واحدة من اهم مطشاط بENCE ن86 انها جامهين الكرة في مصر كلها طبعا مطشاط الاهلي والاسماعيلي زي ما بنستنى الزمالك والاسماعيلي زي ما بقینا بنستنى الزمالك وبراميز والاهلي والفوشر بقت مطشاط فيها كرة يعني اتمني مطشو بكرة في نسور الجزيرة ودرويش الإسماعيلية طبعا الندل الاهلي كسب 64 مرة الندل الاسماعيلي كسب 22 مرة اتعادله 36 مرة هداف الأهلي 180 هداف الأهلي 95 هداف الأهلي هدافين الأهلي كابتال صالح سليم طبعا 10 أهداف 7 في مباراة واحدة طبعا محدش إدرياء يتخطى طبعا فيه أكبر فوز للندل الاهلي الاسماعيلي 6-0 مرتين أنا فاكر طبعا بركات طبعا بتاعت بركاته عمال بيتعيب وأبو تريكة وبلايل أنا فاكر الستة يعني وبتاعت أبو الدهب اللي احنا كنا بنكلم عليها كانت ستة صرف أنا فاكر منها جونة أبو الدهب وفاكر هشام حنفي هشام حنفي هشام حنفي وفليكس تقريبا أحرص فيها المباراة دي تحديدا أنا كنت خايف منها يعني وإحنا رحين نسمع عليها في الوقت ده كنت خايف جدا من نتيجة المباراة دي فعرف لما ستة كان قوي جدا وكنت توقع أنه مط صعب علينا هناك لما تحصل الستة بالنسبة لنا تبقى فرحة كبيرة جدا وعايزين نقول أن الستة في المرتين اللي فوزنا فيهم ستة صفر كانت في اسماعيلية النادي الأهلي بالزبط والستة عايزين بس نقول أن الناس والاربعة تلاتة اللي في اسكدلية بتاعت الدولة كاتمين محمد رمضان محمد رمضان مي مدرب كان إيه؟ المدرب كان لابلت سوبيت لا مش بايتسا بعد فيتسا ألن هارس؟ ممكن هارس ألن هارس ممكن هارس أو نعمل بالمناسبة من مدربين الكويسين جدا طيب النوار هدفت تاريخة في بطولة العربية كاتم نحمد كوشر احنا عايزين بس نقول أن النادي الأهلي فاز احنا بنستعرض النتائج أن النادي الأهلي فاز على النادي الإسماعيلي النادي الكبير والمنافس اللي طول عمره منافس تاريخي ستة صفر مرتين في ملعب الإسماعيلي النادي الأهلي بطولات كتير جدا على حساب النادي الإسماعيلي ويجي حد يقولك النادي الأهلي يلعب في إسماعيلي طب يا جماعة ما هو النادي الإسماعيلي ما بيواجهش النادي الأهلي ما أنا محروم برضو من مواجهة النادي الإسماعيلي على ملعبي اذا المباراتين بيقاموا على فين الأفضلية ما احنا عايزين نعرف فين الأفضلية المشكلة مش فينا بالظبط لا بصرف النظر هي فين الأفضلية اللي النادي الأهلي واخدها؟ هو الأهلي بس اللي بلعاش في اسماعيلية؟ بالظبط يعني؟ لا، غير كده أنا بواجه الإسماعيلي مباراتين في الموسط هو المصري بتاقي المصري بلعاب بورج العرب كل ما تشاطهم المصري، مصري فوق والإسماعيل ذا بالظبط جنب بعض ساعة بالظبط، بلعاب بورج العرب لا، ما حنا بيتكلم في إيه؟ إن أنت لو هتكلمني كرة قدم أنا عامل أفضل نتائج ليا في ملعب الإسماعيلية فأنا بحترم قرار الأمن بعدم اللعب فما تجيش تقولي أن أنا أخد أفضلية أنا بيش أخد أفضلية أنا بواجه الإسماعيلي مرتين بس يا بالهل في ملعب محايد يعني أنا أكلمك في وأعتقد دي حاجة مش حاجة ده موسم الكلام في الموضوع ده أنت عارف في ناس كتير جدا جدا بتحاول مع كامل احتراموا التأدير إذا كان دي وجهة نظرهم من حقهم يطرحوها من حق إحنا كمان نطرح في ناس كتير جدا بتحاول توجه جمهورها لطريق شمعها اللي ممكن تعوض أو تبرر فكرة الإخفاق أو الفشل الزريع جدا في إدارة ملفات باهم نجاح الأهلي أبدا 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 على المستوى مصر مش ممكن يكون مبني على مجاملة وإذا كان النجاح في مصر مبني على مجاملة فبالتأكيد ساعتها الأهلي هيكون غير قادر على تحقيق نجاحات على مستوى أفريقيا وغير قادر على تحقيق نجاحات على مستوى بطالات عالمية يعني القصة مش محتاجة وأعتقد أنه معظم جمهور النهاردة بقت مدركة تماما لفكرة الشمعات والمؤامرات وإلى آخر وإن كل الطائرات ماشية ضدنا وإن كل حسابات الكون ماشية في اتجاه معاكستينا فعشان كده همش قادرين نحق إنجاز بالعكس في عندها كتير جدا وليدة سنوات بسيطة جدا لعندها تاريخ ولعندها جمهور ولعندها شعبية وإدرى تتعمل حاجة وتنافس وتدخل في المشهد فالقصة كلها الحقيقة مرتبطة بإنت إزاي بتفكر أو إزاي بتدير أو إزاي بتحط منظومة عمل ورؤية وستراتيجية وأهداف بتحاول توصلها في النهاية وأتمنى أنا أتمنى أنا قلت الكلام ده ولا أخجل تماما أنا أتمنى أنه الإسماعيل يرجع تاني ينفس الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد أتمنى المنصورة من نسي الموسم اللي إحنا فوزنا فيه بالبطولة 2009 بالدوري كان واحدة من أفضل بطولات الدوري كنا بنقعد نتابع مباراة الأهلي ونخلص ونستنى مباراة الإسماعيلي والمباراة اللي كانت بتلاقي في وقت يعني المنافسة شيء جميع بتحس بقمت البطولة وإحنا كجمهور أهلي متعودين خد بالك جمهور الأهلي جمهور شبعان بطولات يعني بالزبط يعني إحنا ما بنفرحش لأ وعشق للتحدي كمان بس هي الفكرة أنه أنا بقى استقبالي لبطولة لما تكون نتيجة منافسة قوية طبعا الفرحة فرحة تبقى غامرة طبعا وإحساس قيمة البطولة ثبتها في ذكرياتي لسنين طويلة جدا يختلف تماما عن بطولة الدوري السندي مثلا يعني بطولة السندي دي اللي إحنا خدناها وإحنا مش موجودين واخدينها من تقريبا من وإحنا عندنا عشرين زي أياما الجزيلة ما بناخد البطولة بفرق كبير جدا من النقاط قبل ست وسبع أسابيع من البطولة ما تقرس بطولات بتبقى رقم بالنسبة لنا فحاجة إحنا متعودين عليه فهمتفرقش معنا كتير لكنها بيبقى فيه منافسة قوية من وكمان شكل البطولة نفسها بطولة الدوري ما أنا برضو أنا يهمني الأهل يفوز في بطولة قوية فيها منافسة قوية أحسن بالنسبة للمفوز زي زي الدوريات العالمية بتتابع النتائج هنا ونتائج هنا وتكفى أنا عايز أقولك حاجة دوري الممتاز به السندي كان فيه درب نار ثلاث مجموعات درب نار لجاءت آخر ثانية بيتحسن مين له تاهل الدوري من هنا ومن هنا ومن هنا فالمنافسة بتعلم من قيمة أي حاجة فأنت ما تقوليش أن ما تدينيش أفضلية وهمية أنا بواجه لإسماعيلي مرتين في ملعب محايد فما فيش أي أفضلية إلا لي أو لا لي مظبوط طب نروح لدينا بقى إحنا مصطفى شايف تفكير مستر كولر في مبارات بكرة هل يعتمد على نفس التشكيل نفس الطريقة في مبارات فيوتشر ولا متوقع يكون فيه تغيير في طريقة اللعبة أو في الأسماء اللي هتشارك في مبارات بكرة لا أنا شايف أن طريقة اللعبة أعتقد هتبقى طبعا هي طريقة المعتادة أربعة تلات تلاتة لو لو هيبقى فيه تغيير هيدخل بعض العناصر يعني ممكن يعني أعتقد يعني ممكن يكون محمد شريف موجود في مبارات الإسماعيل لما قال حساب محمود كهربا إنما أغلب العناصر ممكن نلاقي محمد مجدي أفشا من بداية المباراة على حساب كندوسي فأنا أعتقد دي التغييرات اللي هي في أدية الحدود خالص لكن القوام كله أغلبه موجود محمد عبد منعب موجود برستاو موجود حسين الشحات موجود علي معلون موجود فأعتقد القوام كله الأساسي موجود طريقة اللعبة واحدة لكن هيبقى تغيير بسيط جدا مستر كولر أنا باحترم مستر كولر جدا إنه هو بيفصل كل مباراة عن بعضها رقم واحد رقم اتنين إنه هو عايز يحسن مطورة الدول يعني الناس كلها بتتكلم الأسبوع ده ليه مهم يعني أنا هاخد مطشين بتوع الاتحاد والإسماعيلية مع بعض بند الواحدة كده لأنه بعدهم على طول مطش الزمالك فأنا عايز أروح مطش الزمالك ده وأنا خلاص وأنا خلاص تبقى المطورة تقريبا شبه محسومة حلعب مباراة بدون ضغوط لأنه خد بالك على مستوى الجمهور الناس مستنية مطش الزمالك يعني الناس مستنية مطش الزمالك حتى لو تحصيل حاصل لا 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 أقول حتى لو أقول حتى لو في المشارات العادية يعني حتى لو الأهلي مثلا الأهلي في سنة مسنين لما حسمت دوري وقرر منه الجزء إن الناس انتظرت وشهد المباراة تفضل ليه هقمتها أنا أقصد كده ففكرة أنا أروح ألعب مطش الزمالك وأنا بدون ضغوط وحسابات نقاط وفضلكم نقطة طبعا مختلف تماما عن فكرة وخصوصا كمان أنك مضايع نقطتين قدام فيوتشر ففكرة أنك تضايع تاني قدام لإسماعيلي أو تضايع تاني قدام لتحالي هتوتر شوية لأنا عايزين نقول برضو إيه عايزين نقول برضو إيه عايزين نقول إن التعادل مع فيوتشر وفاقد نقطتين ده ممكن يكون دافع للمباراة اللي جاية لأن إحنا مش عايزين نقول أو نسلم إن النادي الأهلي فاس بلقب الدور ده النادي الأهلي ما فاس بلقب الدور بالضبط صعبين جد بالضبط أنت عندك إسماعيلي زمالك وإسماعيلي دربيات يعني خليم تفقين أنه في السنوات الأخيرة ها خلاص شيئنا مبينة بعد مباراة كبيرة المقاولين فريق طول عمره فريق ريح والموسم ده بالتحديد صعب المصري نفس قصة مصري مقاولين يخص وصل نهائي كسربطة أعمل لتائج كويسة الفترة الأخيرة تحاد طبعا تحاد طبعا مطشاط تحاد برضو تعتبر من مطشاط الكاسك في الكرة المصري باستثناء حرس الحدود اللي تأكد ممكن ده بلعب من غير ضغوط ممكن تجي حرس الحدود أكتر فرقة بتتعب بترخم على في السنين الأخيرة بالضبط فعشان كده نحن عايزين نقول إن مباراة في يوتشر أو فاقد نقطتين في مباراة في يوتشر هيكون هو الدفع اللي يشتغل عليه مرس الكولر لمباراة الإسماعيلي غدا وعايزين نأكد على طبعا إن إدارة النادي الأهلي أعلنت عن توفير طبعا رحلات مجانية للجمهور وده بيزيد من أهمية اللقاء وبيتدرسالة للعبين إن إحنا في ظهركم جمهوركم في ظهركم الجمهورة هتحرك بكرا إن شاء الله من أمام النادي الأهلي كذلك النادي الإسماعيلي عمل نفس الكلام وأعلن أيضا يكون سعيد جدا لو عطالك وخد منك بلد حمزة جمل بيفكر إزاي في مواتس بكرا هاسمع مصطفى طيب هل هرجع للأهلي تاني هنرجع للأهلي تاني حمزة جمل أعتقد أنا هو بيفكر في النقطة حمزة جمل بيفكر في النقطة هو واضح أجد يلعب جيم مقفول يلعب جيم من نص ما لعبه إن هو مش يقدر هاجي من أدل أهلي مش عايز يفتح المباراة من بدايتها أعتقد هو هيبدأ يأمن في الوقت ميدخلش في هداف لأنهم عندهم مشكلة كبيرة مشكلة الإسماعيلي وبينة جدا في الأحصائي اللي احنا عرضناها في خطة للدفاع عندهم خط الدفاع ممكن زي ما أنت قلت معرضين في أي وقت تدخل فيهم جون ودي مشكلة بينة جدا في فريق الإسماعيلي من أول دوري فحمزة جمل بيحاول يتخلص منها وبيحاول يحل الموضوع ده في أنه هو يدايق المساحات على النادي الأهلي بكرة وهيحاول يخطف نقطة لأن موضوع على أنه صعب جدا في النادي إسماعيلي بالأخطاء اللي أنا حتى نشوفها في النادي إسماعيلي في الموسم ده أنه هو ينتصر أو يفوز على النادي الأهلي يعني أنت بتكلم أن قطة لبس الإسماعيلي بكرة ما بيفكروش أنه إزاي نكسب الأهلي أو إزاي نلعب جيم ناخد فيه تلاتة بونت تلاتة بونت السيناريو بالنسبة له صعب قد يكون مستحيل لكن بالتأكيد وارد يعني خلينا نتفق بالتأكيد كل شيء في كرة القدم وارد لكن إزاي يحصل ده برح حسابات هو عايز ياخد النقطة ويفكر في الماتشين التانين يقدر بيأخد منهم ثلاثة بونت يبقى هو قاعد في الدولة هو خباكره أخد ثلاثة بونت في الماتشين من الماتشين الباقيين بعد النادي الأهلي هو قاعد مع النقطة دي لأنه محتاجة أربعة بونت محتاجة أربعة بونت بالتلات ماتشات بالضبط هو أربعة وثلاثين نقطة خمسة بونت أربعة وثلاثين نقطة قاعد في الدولة فهو محتاجة النقطة دي مهمة جدا بالنسبة له إنه لو مخدش النقطة دي الدنيا بس صعب عليه تماما بلالعايز تقول حاجة على الأهلي لا هو إحنا عايزين نكمل إن النادي الأهلي بكرة المباراة بعد زي ما إحنا قلنا بعد تعادل فيوتشر الناس بدأت ترسم سيناريوهات حتى من بارح خرج التصريحات مسؤولي بيرامدز بعد انتهاء لقاءهم مع البنك الأهلي إنه إحنا متمسكين بأمالنا في الدوري فهو بيحاول يشكل عليك ضغط فإن النادي الأهلي إحنا كل شيء هنحسن الموضوع في إدينا إحنا فإدينا إحنا أنا أعتقد أني مارس الكولر لديك شك يا بلال لا أنا ما عنديه شك ولكن لازم ننبي لازم نشاور على إن آه بالظبط إنه إحنا لا هم السبع مطشات صعبية أنا ما رحكوا في حالة إمباراة قلت صدق أولا تصدق الأهلي لو تعادل في السبع مطشات دول يبقى لقى الدوري لسه في الملع بالظبط أنت عندك أنت محتاج تمانية بنت من السبع مطشات دول بالظبط السلطة بتوع الإسماعيلي والاتحاد يخلوا المهمة تقريبا شبه محسوم لا أنا عايز أقول لك إن النادي الأهلي محتاج تمانية بنت النادي الأهلي إن شاء الله هيحسم الدوري في مباراة الزمالك أنا أقول لك إن شاء الله هيبقى الاحتفال ده مهم كمان لأنك أنت محتاج تاخد قرار أو الإدارة تاخد قرار زي القرار اللي خدتوا راح تلعيبة اللعيبة تريح تدخل على سوبرليج تقيم بعض اللعيبين محتاج تدي فرصة لعيبة كتير جدا محتاج تشوف لعيبة هتكمل معاك الحسابات دي كلها خلي بالك أنا أقول لك من هنا إن مارس الكولر مأجل الكلام والملفات دي كلها تماما مارس الكولر لو شفنا كل مباراة بياخد تقريبا معظم القوام الرئيسي بنشوف كريستو بيدخل بنشوف القندوسي بيشارك من البداية فهو مارس الكولر مركز جدا على حسن كريستو جاي كريستو جاي أنا نفسي بس كريستو يضحك يبتسم كده يعني عارف أنا نفسي نفسي أنه يدخل في الأجواء خد بالك سن صغير جاي نجم ها طبعا هتدافت دولة تونسي وكان لعيب نمر واحد في النجم أو يعني من أهم اللعيبة في النجم السحيل التونسي وكانين خطواته مع المنتخب بدأت تيتقل ويحطت رجله في المنتخب الأول طبيعي لما بياخد وقته طبيعي طبيعي جدا أنا نفسي بازال كندوسي كده ياخد العربية وليف بها الملعب يعني يكسر أنا مراهن على السيزن اللي جاي إن شاء الله الاتنين دول يكونوا من أهم أوراقنا دي الأهل الرابحة ودايما براهن على المحترف الأجنبي بما أنه محترف العرب كمان أو بشمال أفريقي تحديدا أنه دايما يبقى لازم يبقى أضاف ما ينفعش يبقى عددكة وما ينفعش أشطفه وبيشارك كل فين وفين ومش بس كده بشوف كمان أنه الأهل إن شاء الله في المركاتو اللي جاي قصة اللاعب السوبر اللاعب اللي مش مستني الفرقة تشيله بقدم هو هو جاي يشيل فرقة كاملة نتمنى إن شاء الله أنه الأهل يكون موفق واحد نحسم الدوري وبعد كان نتكلم بقى إن شاء الله في المركاتو في السوبر ليج وفي كاس العالم بلال ومصطفى نوارته الدنيا بشكركم على وجودكم معنا مرة تانية يعني شرفونا دايما في السادسة إحنا بنشكرك وصعداء أنه نكون معاك وإن شاء الله زي ما قلنا كده تلات مباراة ويحسب النادي الأهل الدوري ويشرفنا الدرع بقى هنا في الدوري بقى تبقوا معنا إن شاء الله لنت مباراة الزمال إن شاء الله نوارته الدنيا بشكركم على متابعة كل التوفيل للأهل بكرة إن شاء الله بكرة والسبت إن شاء الله لغاية لما نقابلكم في حلقة جديدة من السادسة الأحد القادم بشكركم على المتابعة تحياتي لكم